اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة قبل ما ندخل الهواء على طول كان اتحاد الكرة أصدر خبرا رسميا بخصوص الوضع بالنسبة لإصابة نجمينة المصري الكبير أسطورة كرة القدم المصرية محمد صلاح محمد صلاح كان خرج من المباراة أمس مباراة تغانا متأسنا بإصابة بشد في العضلة الخلفية النهاردة الجهاز الطبي في كودفار أجروا الإشعاعات اللازمة بالنسبة لمحمد صلاح وتم التأكد أن محمد صلاح يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى وبالتالي هيغيب عن المباراتين القادمتين لمنتخبنا الوطني في وام أفراق المؤكد هيغيب عن مباراة كافيردي لحد ما نشوف مباراة دوري 16 اللي هيغيب عنها أيضا نسعد الأول إن شاء الله بإذن الله نسعد وهيغيب عنها للأسف برضو محمد صلاح وهنا فرصة إنه نبدأ مع حضراتكم حديث النهاردة بالكلام عن محمد صلاح مبارح بعد ما خلصت الهواء أنا طبعا داخل الهواء مبارح وكان المطش لسه خلصان وكلمت معاكم عن بعض الناس أو كل من الناس اللي شافوا مثلا يعني محمد صلاح خرج من مباراة مصر وغانا متعمدا وما كانش عايز يكمل المباراة فادع الإصابة وقلت لكم وده ده كلام فارغ وده ما نفعش كلام أصلا نتناش فيه ومش أكرره تاني خلص الحلقة لقيت الناس بتقتر اللي بيقوله كده بيختاروا وبقيتش عارف أعمل إيه وبقعد أقول بأي منطق وبأي طريق وليه أصلا ممكن محمد صلاح يفكر في كده طيب هنحاول نبقى هدين النهاردة ونتكلم مع بعض بشكل كويس وقبل ما أبدأ حديثي عن صلاح ومسرته العظيمة مع منتخب مصر فيه دلوقتي فريقين فيه فريقين فريق يدعم ويساند محمد صلاح لأنه يستحق دائما المسندة والدعم ولأنه أعطى لمنتخب مصر الكثير على مدار 11 سنة هو كالنجم المنتخب الأول فده طبيعي ومنطقي وفيه جزء تاني أو فريق آخر اللي بيحب ينطقد محمد صلاح عمال على بطال اللي هو بص أنا هنطقدك أنا ههجمك تمام مشكلة بقى في الفريق الثاني ده الفريق الثاني ده إن ده متقل شوية ليه؟ هو مش عايز الفريق الأول أصلا يتكلم على محمد صلاح كويس يعني ما كلمت مع بعض الناس اللي هما شايفين محمد صلاح ما بيديش لمنتخب مصر عشان أفهم يعني هما بيفكروا إزاي فقال لي ما هو برضو اللي بيستفزنا الناس اللي بتقعد تضخم وتكبر في محمد صلاح قوي هما دول اللي بيخلونا نفضل نهاجمه وننتقده هو بأمانة على مدار التاريخ على مدار تاريخ كرة القدم المصرية مين جيه أصلا زي محمد صلاح؟ بلاش؟ على مدار منتخبات مصر كلها مين جيه تأثيره أكتر من محمد صلاح؟ تقول لي لا اسبتنا ده 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 فيه ده فيه أسماء عظيمة مرت على منتخب مصر مليون في المية أساطير كلهم أسماء مش طبيعية بس حجم تأثير صلاح لوحده في منتخب مصر دلوقتي تأثير مرعب وهقول لك رقم محمد صلاح لاعب مع منتخب مصر ستة وتسعين مباراة ستة وتسعين مباراة سجل فيهم أو ساهم بالتسجيل فيهم في كم مباراة أو في كم هدف ستة وتمانين هدف سواء تسجيل اللي هو اربعة وخمسين هدف سجلهم أو صنع اتنين وتلاتين يعني بنسبة تقترب من هدف في كل مباراة مفيش لاعب في تاريخ منتخب مصر عمل أرقام زي دي فمحمد صلاح حرفيا ولعبي منتخب مصر عارفين الكلام ده كويس والجهاز الفني عارف ده كويس عشان بس ما أحدش يقول لي انت كده بتقلل من بقى اللعبين لا بش بقلل منهم ده محمد صلاح بس محمد صلاح على مدار 11 سنة هو شاي المنتخب مصر على كتابه وفي مجموعة معاه من اللاعبين المميزين الجيدين بس التقليل من محمد صلاح والتقليل ان محمد صلاح ما بيديش لمنتخب مصر ده حقيقي كلام فارغ ومضلل جدا جدا وكلام ظالم جدا يا جماعة احنا مش بنسحة من النوم كل يوم عندنا محمد صلاح احنا بس عارف انت اللي هو ايه يقولك تعتاد النعم احنا عندنا محمد صلاح دلوقتي فانت ماشي عادي مع محمد صلاح اسطورة كرة القدم المصرية والافريقية ووحد من اهم اللاعبين في العالم ماشي عادي يعني اما لو ما بكرا مش هيب عندك اصلا هتقول ياه فين ايام محمد صلاح فين ايام الجماهير في ليفربول لما كان بتهتب باسم المصري محمد صلاح فين محمد صلاح ده لما كان بيجي مع منتخب مصر ايام يسجل او يصنع على الاقل فين محمد صلاح ده اللي كانت اللاعب تلتف حواليه فين محمد صلاح ده قائد الحقيقي المنتخب مصر فين 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 هتبدأ لتقول كده بس اشياد الوقتي انت في وسط الموضوع فلا تعالنا تعال نقوم ناكل في محمد صلاح شوية يعني تسلى عليه شوية لأ بص ان شاء الله ربنا هيكرمنا في البطورة دي وانا مبارح قلتلك النشوط التاني في مبارات غانا خلاني متفائل جدا بس انا لو انت من الفريق اللي عايز ينتقد محمد صلاح على الفاضي وعالمليان وبيضايقك الناس اللي زي حالاتي اللي بيشيدوا دايما بمحمد صلاح فانا فخور وسعيد وفرحان انك متضايق عشان انت لا تقدر ما يفعله محمد صلاح لمنتخب مصر ولكرة القدم المصريية بشكل عام انا ياسف تزعلش ممكن على فكرة ما يعجبكش مستوى محمد صلاح في المباراة على فكرة محمد صلاح الحال لوقتي في المباراتين لم يظهر لسه او مباراة ونص يعني لم يظهر بأعظم مستوى بس ياخد عليك تكلم شوية انه ممكن يكون محمد صلاح مش في افضل احواله وارد ميسي ساعات بيلع مباراة مع الارجنتين مش جيدة كريستيانو كان بيلع مطشات مع البرتغال مش جيدة ساديو مانيه النهاردة جايب جول كده بس بقاله مطشات لعبهم مع السنغال السنغال كلها حلوة إلا ساديو مانيه عادي يا رياض ميحرز ما عملش اي حاجة مع جزائر في المباراة عادي بتحصل بس اللي بيسموه ايه المبلغة في الانتقاد والهجوم والتقليل من قيمة محمد صلاح دي حاجة في منتهى 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 الظلم منتهى الظلم ازاي يعني مش مش ادرى استوعبها مش ادرى فهمها الصلاح هو اعظم لاعب جيه في تاريخ كرة القدم المصرية بالانجازات بالاركام بالتأثير بالتأثير في كل ملاعب العالم اسم مصر اللي بيتردد كل شوية بسبب محمد صلاح في ملاعب عالمية محدش عمل اللي عمله محمد صلاح وان شاء الله ربنا طبعا واحده اللي يعرف الغيب فيه ايه بس احنا مش شايفين قوي حد ممكن يكمل مسيحة محمد صلاح في المستقبل القريب ان شاء الله يا رب بإذن الله محمد صلاح يبقى في اعلى 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 مستوى ليه بالمناسبة بالمناسبة برضو محمد صلاح لما تبص على اعيبي كل منتخبات افريقيا هو اعلى واحد بكتير هو اكبر اسم في القرى الافريقية هتقولي ما هو بكتور قسم ان هو اللي خد افضل لقف افريقيا دي حكاية على جنب بس انت تتكلم فاربع خمس سنين محمد صلاح هو رقم واحد في القرى على الاقل لاربع خمس سنين على الاقل يعني لو مش ستة وسبعة كمان على الاقل نفرح بلعبنا يا جماعة ده يا جماعة كل منين اللعب منتخب تقوله خايف من مين يقولك انا خايف من محمد صلاح طيب حتة فنية بسيطة جدا واشرح حالك بهدوء تام يعني محمد صلاح لما يبقى موجود في تشكيل المنتخب مصر الفرق دفاعين بتبقى الآن المدرب التاكتك بتاعه بتاع المنافس بيبقى فيه جزء كبير منه كيف نراكم محمد صلاح انت بتشغل المدرب بتشغل اللاعبين المنافسين بتشغل الناس كلها عشان محمد صلاح في الملعب طيب المباراة اللي جاية محمد صلاح مش في الملعب المدربين المنافسين هايشتغلوا على الفرقة كلها وهيبصوا على لعبتنا ولعبها محترمة بس لمحمد صلاح قيمة محمد صلاح تخايف عارف بالزاب زي ايه كنت تروح احنا نروح احنا لعب كودفور احنا هنا في استوديوهاتنا والجماهير وكل الناس يقول لك ايه احنا هنمسك دروكبة ازايش يامني يا كودفور ما في اشغل دروكبة اه بس دروكبة يعني هو دروكبة انه احنا لعب الكاميرون احنا هنعمل ايه مع صاموليتو انه احنا لعب السنغال قبل كده يعني احنا هنعمل ايه مع الحج ديوف انه احنا نلعب ليبيريا هنعمل ايه مع جورج وايا فين جوم بيتعمل لها الف حساب مفيش نجم في تاريخ والله منتخب مصر ده عد عليه اساطير واسماء عظيمة بس مفيش نجم جيه في تاريخ منتخب مصر زي محمد صلاح المنتخبات كلها تتراعب وتفكر وتعمل الف حساب لي تعايف المديرين الفنيين يقعد كده يجمع لعبته يقول لهم طيب في جزء من المحاضرة عن محمد صلاح وجزء تاني عن بقى الفرقة اللي جاي مش هيبقى كده مش بقول ان العبال اللي عندها دي قولها بإذن الله يكسبوا المطش الجاي واللي بعده واللي بعده يبقوا رجالة ويبقوا أعظم لعبها في الكون بس ده ما كيمة محمد صلاح فآخر كلامي في الجزءية دي والله 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 محمد صلاح ده من نعم ربنا علينا في كرة القدم يعني ده نعمة ان احنا نفرج عليه ونستمتع به وانه يشرفنا في كل مكان في العالم انتقد زي زي قال عيب كرة عشان بس دي ناس تقول لك ايه هوا يعني محمد صلاح فوق النقد لأ احنا بننتقده احنا هنا مبرامش عجباني أوش بس ابدا ما تقولش ان هو مداش لمنتخب مصر ده ظلم حرام عليك ده ظلم ببساطة يعني طيب معايا عبر الهاتف الآن كابتننا الكبير كابتن دياء السيد المدارب العام الأسبق لمنتخبنا الوطني يا كابتن دياء مش عرف ومنور اخبرك يا كابتن دياء والله الحمد لله طيب فرصة بقى ايه وانا كنت لسه بقولك كلمتين دول تساعدني فيهم انا ما موافقك من غير مكرر اه حلو اتخلصت الحكاية طيب عشان كابتن دياء بس انا عايز اوضح انه كابتن دياء من اكتر المداربين اشتغلوا مع محمد صلاح سواف ومنتخبات الشباب اول منتخب الاول اول منتخب اولمبي الناس احيانا بتحب صلاح جدا بطبيعة الحال بس ساعات بيبقى نقدار يعني في حتة زيادة على محمد صلاح رأي كده كابتن دياء لا ممكن لما تحمل عليه اه بمنطق ده 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 وارد ولازم يتعامل لما تكون في اي حاجة وده هو متقبل واي حد بيتقبل ده لانه بيحدث في العالم كله بشكل كبير جدا لكن هي الفكرة في انه تحميله النفس تحميله الخطوة بتاعك اي حد حوالين القصة تحميله انه على فكرة هو يعني بيعرف يتعايس مع الامور دي خلاص بشكل كويس يعني صحيح وبيعرف عايز اقولك بيعرف يفرز يعني النقد هو بيعرف يحب ما فيهم هو يعني مش منزه مش لعب كرة منزه كل زي ما انت قلت المسي منه لكن هو بيعرف يفرز ما بين اللي بيبقى رصد لانه انه يتشدل تحت او انه تشويه صورته بشكل باي حاجة بانه هو اي قودة حاجة جميلة في مصر وفي العالم بشكل كبير جدا لكن بتنقض فكرة ولا هزي بتنقض فكرة كلنا بنقض فكرة صحيح وده طبيعي وده متقبل بشكل كبير جدا صحيح الناس اللي قالت انبارح انه محمد صلاح ممكن يكون خرج من المبراه دي متعمدا يعني مع هاجين ما هو ده بقولك الفارز الفارز اه 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 في ناس بتسكن وفي حد بيتبع اصلي ومتدنيين اه 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 يعني اه اه في الموضوع الشيكريم وفي موضوع الدخول في النواية وفي موضوع اه القصة دي كلها اه واضحة لي كولية ولا اي حد فهي واضحة كمان صلاحة بشكل كبير جدا صحيح طيب كابتن ديها انت باعك ايه في اول مباراتين لينا في كاسلهم الافريقية بعد تعادلين مفاجئين بصراحة يعني كنا متوقعين احنا بعد مهورتين نبقى في ست نقاط الان بنقطتين فقط بشكل عام شايف المنتخب ازاي لا انا بشكل عام بالنسبة للمنتخب ابتدى من اربعين ديها من الشود التاني او الشود التاني تحديدا يعني بداية البطولة بالنسبة لنا صحيح يعني بال عزب المقتصر ولا بال لا مقتصر ايه يا كابتن معاك كابتن ديها السيد هتديه بالمقتصر انا حاس انت داخل النهاردة وعايز تدي المقتصر على طول بس لا انا ماخدش منك المقتصر على طول انت تطلح لنا وتفاهمنا كمان لا والله يعني بوصل لك الاجابة بتوصل لك تماما لا هي قصة طبعا احنا غير متوقعة يعني لا رقميا ولا احصائيا ولا مستوى ده كنت اتمنى كنت اتمنى انه ده يتعدل في المقتصر التاني لكن برضو البداية كانت صدمة خلال 45 ديها ما كانش فيه رد الفعل كان برضو يعني لكننا لعبنا موزنبيك و3 اشواط رد الفعل ما كانش كويس عن مستوى الاداء الفارج والجماعي لكن حصل تحرر من كل حاجة للعيبة نفسها يعني انا اصد اقول لعيبة نفسها مفهوم لانه بصراحة مش حاسس انه الجهاز الفني او فيتوريا تحديدا متحكم في المفروض هو اللي بيجير القصة ولازم يكون متحكم في المجريات بشكل كبير جدا متحكم في كل ادوات الادارة الجهة هو مش حاس انه حاس انه هربانة منه حاس انه مخدود بتحس انه في خوف زيادة عن اللي زهون بحس في وقت اوقات كتير انه مرتبك مش عارف يتصرف فعشان كده بقولك اللعيبة تحررت من من ادوات فيتوريا مش بقول لعبه على مزاجهم لا طبعا مش قضي ولا خالفه تعليمات الراجل لا تحررت من الخوف الزيادة من عارف بتحسك انه هو ما عندوش خبرة في ادارة المجرات مش ممكن مش هقول لما عندوش خبرة في المنتخبات لكن ده ماتش كورة زي وزي اي ماتش كورة لأي نادي بيتمسكهم يا انت قلت جملة في منتقال اهمية كابتن ديواء القصة ان التحرر من الخوف التحرر من الخوف بس دي نقطة كتا لسه عايز اسألك فيها انه ساعدة انا بحس ان منتخب مصر انا هقولك لعيبة منتخب مصر انت واصل نهاية كاس الهم من الافريكي البطولة اللي فاتت انت اهم منتخب عندو تاريخ في هذه البطولة دايما بحسنا مبنيه نلعب مع اي منتخب حتى لو مش كبير احنا متوطرين في الملعب احنا متوطرين لبعض اسأل نفس السؤال ده احنا متوطرين ليه وخايفين ليه هي حاجة بتنقل لحاجة لكن طبعا الخوف من من الصورة بعد الهزيمة من خصوصا ماتش غانة اعملت انطلاق طبيعي جدا داخل كل اللعيبة اللي تعلقها على فكرة كل الناس يعني في ظل الرطوبة العالية دي القاتلة كل الناس جريت الشوت التاني ثلاثة اضعاف الشوت الاولاني صح مع ان الشوت الاولان انت ببداية تقطك صح ببداية تقطك كل الطاقة لسه ما استنفذتش فده ده تحرر طبيعي من عدم من الحرص الزيادة اللي هو بيؤتي الى فقدان الثقة والخوف الدون مبرز من خصوم اقل منك بشكل دي صحية كابتن الكبير كابتن ضياء السيد المضايب العامل اصبك لمنتخبنا الوطن انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة طيب اتحاد الكرة والجهاز الطبي المنتخب مصر بيجاهز الان تقرير مفصل عن اصابة محمد صداع عشان يتم ارساله الى ليفربول الانجليزي خلال الساعات ده بناء على طلب من ليفربول محمد ابو العلا طبيب المنتخب مع الجهاز الطبي في ليفربول بيشتغل مع بعض على كاف التفاصيل لعلاج صلاح بعد تأكد اصابته زي ما قلتلكم بشد فيها على عدل خلفها من الدرجة الاولى ويغيب عن مباراتين لمنتخبنا الوطن الاولى عمام كاف فردي في نهاية الدور الاول والسناء بإذن الله بإذن الله عند صعودنا لدور الستاشر بمناسبة دور الستاشر ايه بقى؟ بصنا والنهار ده كاف فردي خلاص ضمن الصعود والسنانال ضمن الصعود احنا كانوا مفهولون نبقى ضمنين الصعود ست نقط وظنبيك منافس سهل جدا وغانا في اسواق احوالها كانوا مفهولون با ست نقط بس بقى نقطتين والله حصل حصل والله حصل حصل قبل بس ما روح لسيناريوهات تأخر منتخبنا لدور الستاشر افتقرت الحاجة دلوقتي عايزة أولها لحضراتكم بخصوص محمد صلاح مش تفهم الوضع بمعامل إزاي سألوا دي يجو جوتا مواجم البرتغالي لفريق ليفربول الإنجليزي قالوا له هو محمد صلاح هيأثر قد إيه على ليفربول في حالة غيابه لما هيغيب يعني عن الفريق في كاس الأمم الأفريقية فقال لهم تأثير محمد صلاح كبير جدا 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 تأثير غيابه كبير جدا على الفريق حتى لو ما لمس الكورة حتى لو ما لمس الكورة ليه؟ قال لك بقى لك كنت ليس أقول لك من شوية ده قال لك المنافسين اللي بنلعبهم بيحطوا طريقة لعبهم وخططهم وا 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 على محمد صلاح إذا نمسك محمد صلاح دايما محمد صلاح في اتنين تلاتة مسكين وده بيدينا مساحاته حرية أكبر فوجود محمد صلاح في الملعب حتى لو ما لمس الكورة مفيد لليفربول ده مين اللي بيفكر كده دي يجو جوتا المهاجم البرتغالي وإيه بقى لفربول كلها نجوم ما شاء الله يعني يمين شمال نجوم فوق تحت دفاع حارس كل حاجة وعارفين قيمة محمد صلاح غريبة والله تعالوا نروح بقى لسيناريوهات تأهل منتخبنا الوطني لدوري 16 بكأس الأمم الأفريقية أولا لو قدر لنا الله نحن نكسب مباراة كيف بردي اللي جاية ان شاء الله يوم لتنين هنصعد للدوري 16 في المركز الثاني بخمس نقاط بغض النظر عن اللي هيحصل في المباراة القادمة بين منتخب غانا ومنتخب موزنبيك تعالوا نكمل هنا شفت الشاشة جبيرة أوزة ماشي دي اللي احنا قلناها خلاص دون النظر لنتيجة مباراة غانا وموزنبيك هاتوا سانيا يا شباب هاتي جاي طب خلاص اكمل أنا أعدامهم مش جاهزين سانيا في حال تعادل منتخب مصر مع كيف بردي وتعادل غانا مع موزنبيك هيصل المنتخب للنقطة الثالثة وهيكون ثاني أيضا المجموعة خلف كيف بردي وبالتالي يصعد لدوري 16 دي حاجات سهلة وواضحة طيب اللي جاي ايه بقى؟ اللي جاي في حالة عادل منتخب مصر لقدر الله مع كيف بردي وفاز غانا أو فازة غانا أو موزنبيك هنصل للنقطة الثالثة وهنبقى في المركز الثالث وساعتها هنخش في حسابات أفضل ثوالث اللي هيسعده مع أول وثاني كل مجموعة بالمناسبة أفضل أربع ثوالث هم اللي بيسعدوا من ست ثوالث في المجموعات الست فرصتنا ان شاء الله كبيرا ان شاء الله طبعا وده ما كانش طبيعي في الأول بس خلاص ده الوقت ده الوضع عشان ما نظلش نقعد نبكي على اللبن المسكوب خلصت الحكاية طيب مين بقى؟ هنبقى منافس منتخب مصر في دور الستاشر في حال سعودنا في المركز الثاني أو الثالث الأول خلاص كافيردي الأول كده كده بعيد عن الجولة الأخيرة كافيردي ضمن المركز الأول منتخب مصر في دور الستاشر هيواجه وصيف المجموعة السادسة لو صعد في المركز الثاني مين بقى المجموعة السادسة دي في أمين؟ المغرب وزنبيا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا يعني ايه؟ يعني غالبا لو صعدنا في المركز الثاني هنلاعب يا زنبيا يا الكونغو الديمقراطية لو اعتبرنا طبعا ان المغرب هتبقى الأول وبرضو حلوة كونغو اوزنبيا حلو رب دارة النفعة ان شاء الله تبقى الدنيا جميلة طيب منتخب مصر في دور الستاشر لو صعد في المركز الثالث هيواجه متصدر المجموعة الرابعة اللي فيها مين؟ فيها الجزائر فيها بوركينفاسو فيها أنجولا وفيها موريتانيا على الوراء الجزائر بس الجزائر اتعدلت أول مباراة ولسه ما فيش حاسم في صدارة هذه المجموعة لسه ممكن بكرة تبان شوية ملع نهاردة كابفردي عملت مباراة كبيرة قدام موزنبيك كابفردي مفاجئة البطولة حتى هذه اللحظة مبراطين في منتهى القوة أمام غانا وأمام موزنبيك بس ده ما كانش الحكاية بالنسبة لي يعني الحكاية أنه ماتش خلص ونتيجة وخلاص نهاردة كان فيه جول حلو قوي الجول الأول لكابفردي جابه تياجه منول بيبي لعب ده تصويبة ساروخية رائعة واحدة من أهم الحاجات اللي ممكن تشوفها في كرة القدم من مسافة أكتر من خمسين ياردة خمسين ياردة تقريبا بس اللعب ده بيبي ده عنده حكاية ظريفة حكاية ظريفة اللعب ده والده والدته كانوا عايشين في البرتغال اللي هما من كاففردي يعني والده والدته من كاففردي وكانوا عايشين في البرتغال لظروف وضائقة مالية اضطروا أنه هما يسيبوا البرتغال ويرجعوا بلدهم بس مرضوش ياخدوا منهم اللي هو ده بيبي ويرجع معاهم بلدهم كاففردي فسابوه في البرتغال في مدينة صغيرة ودخلوه ملجأ ملجأ يعيش فيه وبدأ هو في الملجأ ده يمارس كرة القدم بدأ يشتغل على نفسه بدأ يلعب بدأ يتشاف بدأ نادي في البرتغال اللي يشوفه عجبهم فبدأوا ياخدوه ويشتغلوا معاه بعد جدا جات له عروض من أندية كبيرة منهم نادي منشستر يونيت منين؟ من الملجأ من الملجأ كان في الملجأ بيلعب كرة حد تشافه قال له تعالى هواديك نادي صغير في البرتغال حب منشستر نادي تشافه يلا ويبدأ تجربة احترافية عظيمة جدا بعد كده نهارده وهو بيحتفل وهذه الطاقة الكبيرة جدا كان بيحتفل بنفس الطريقة دي بحسب كلامه وهو في الملجأ وهو في الملجأ وهو في الملجأ وبعدين قال لهم في حوار صعفي قبل كده أنا كل ما بسجل هدف أو بروح أصوي بكرة وأنا بصوي بالكرة زي اللي صويبها النهاردة دي اللي هي من مسافة كبيرة قوي دي قال بحط قدام عناية كل السعوبات اللي وجهتها في حياتي من أيام ما كنت في الملجأ فبتديني طاقة وقوة كبيرة جدا وأنا بصوي بالكرة فالرجل النهاردة هو بيصوي بالكرة وتخيلها في مشهد درامي تخيلها معي في مشهد درامي بص على كل الشريط الحياة ده والده والدته سابوه في البرتغال دخل الملجأ بدأ يلعب في الملجأ يشوفه حد يقوله تعالى يلعب معاه في النادي في البرتغال ده صغير بقى كي يروح مانشستر وينايتد فالمشهد ده بيبقى قدام عينيه وهو داخل يشوت الكرة عشان كده طلع الساروخ اللي انت شفته النهاردة ده الساروخ اللي انت شفته النهاردة ده طيب معايا عبر الهاتف الآن مداخلة مهمة جدا مع الأستاذ أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك يا فاندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا الله يسعلي كابت الكريم ربنا يسعليك تسلم يعني دايما على فكرة أنا كنت بقولي الكلام ده حتى وانت مش معايا بس بقول دايما انه الزمالك الآن بقى ليه متحدث رسمي مهزب ومحترم وبيوصل كل المعلومات لكل الاعلام بشكل رائع جدا فانا بس بحييك بداية قبل ما اسألك على اي شيء أول حاجة أول حاجة هسألك عليها طبعا البيانة اللي أصدره الزمالك بخصوص رفع إيقاف القيد هل الفيفا أرسل ليكم خلاص بشكل رسمي رفع إيقاف القيد ولا لسه لا بس هو دايما حصل لابس في الموضوع ده يعني ناس متخيلة ان ده يعني عمتها الخطابات دي موجودة على موقع الفيفا كلها اه اي حد بيطلق عليها لو هم تابع الموقع لكن هو اللي جيه إفادة يعني مجموعة إفادات بأولا برفع القيد فيما يخص سبورتنجليش بونا وهم في انتظار يعني اتحاد أو الفيفا بيعمل طريقة بيقول ان هو جال للسويفت بتاع التحويل وبيختر به النادي صاحب الغرامة وصاحب المستحقات وبيقول له لو مردتش في خلال خمسة أيام هعتبر ان الفلوس وصلتك خلاص او التحويل ووصلك فده تم مع الجبونا وتم مع مساعدة فريرة وباقي بس كراكاس منتظر برضو ان هو كراكاس لو مردش خلال خمسة أيام يبقى الرفع القيد تقائي فزي ما كنا قايلين ان هو ان شاء الله على نص الاسبوع الجاي او اخره بالكتير هيكون خلاص الرفع رسمي في كل حاجة هاي طيب سوز احمد بحسب ما نشرة في البيان انه الزمالك ومجلس ادارة نادي الزمالك بالتأكيد مر بصعوبات كثيرة بخصوص هذا الامر ايه الصعوبات اللي وجاءة نادي الزمالك وده اللي كان في بداية البيان صعوبات كبيرة جدا واموال طائرة اكيد الموضوع ده ما تمش بالسهل لا وطبع الموضوع اخد مفاوضات شقة مدة طويلة جدا من كابتن حسين لبيب ومن سيد عمر أدهم اه وتواصل مع الاطراف لان طبعا يعني مش طبيعي ان حد دي بعايز منك غرامة او حاجة وتروح تدفعها لطول على الاقل بتحاول تقلل منها بتحاول تقصت فهم كان في محاولات كتير في الاتجاهات كلها في الاربعتاشر قضية بس يمكن المحاولة الاهم وكانت خلاص على وشك النجاح مع سبورت انجليش بونة بتقصية المليون ونص دولار وحد من مصر بقى ربنا يسامحوا يعني من الناس اللي مش عايزة المجلس يبقى يعني في في احسن صورة او يعني عايزة تظهر المجلس بصورة غير جيدة قدام الجماهير فبعتولهم قالولهم ده في قضية يوم 14 مجلس ده هيمشي وما تقضيح منهم تقصيت وبرضو بعد القضية قالولهم لا ده المجلس لسه في قضية تانية وممكن يسقط في اي وقت فالجبونة تمسحك بالغرامة كاملة وده اللي اخرارنا شوية في التحويل او في حجم الغرامة لكن عمتا ما تم سداده هو يعني ينبقى سوريو لان بنعتبر برضو متين الف دولار او متين وخمسين الف دولار اتدفعوا لأسوريو للفسخ التعاقد واثنين من وص مليون دولار يعني اتنين مليون وسبعمائة وخمسين الف دولار اتدفعوا في الفترة اللي فاتت طبعا مبلغ كبير وخصوصا ان هيبقى وليسه احتياجات تانية كان لازم المجلس برضو يعمل حسابه عليها بس الحمد لله يعني الامورة ان شاء الله ماشية في طريقها السليم اه الجملة الحراكة التالية انه كان فيه حد كان من مصر هنا وليبعت السبورتي نيشبونة يحاول يعرقل شوية شكل المفاوضات هل ده شخص عادي يعني ولا كان مسؤول سابق في نادي الزمالك الله اعلم بقى ما تعرفش يعني بس هو ما الناس قالواها صراحة ان جلنا من مصر افادة بكذا كذا فاحنا مش هنقدر نقصت عشان الظروف دي وعادي يعني وده متوقع يعني في نصح يعني كان عندها امل ان المجلس يفشل في المهمة دي او غيرها لإحراجه لكن الحمد لله يعني الامور ماشية بشكل جيد جيد طيب وبالتأكيد اللي جاي هيبقى حاجتين مهمين جدا ملف المدير الفني الجديد وملف الصفقات الجديدة المدير الفني الجديد الموقف في ايه حتى هذا اللحظة مدير الفني الأجنبي يعني اقولنا اكتر من مرة الموضوع مش مدير فني جديد او قديم او غيره هو كابتن معتمد جمال قائم بأعمال مدير الفني لكن فيه خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله يعني زي خارطة طريق كده او خطة اللي تخص الامور الفنية الكرت القدم بشكل عام فريق اول وفرق ناشئين حيعلن عنا هيمكن نص الاسبوع واخذ الاسبوع برد يعني الاسبوع الجاي فيه احداث كتير يعني هاي طب هل فيه اسماء يعني حطيته مثلا قائمة مختصرة مش لازم تقولي الاسماء بس فيه قائمة مختصرة للمدربين المرشحين لتديم نادي الزمالك ولا هتبصوا لسه على كل او المجلس اللي بس فيه قائم يعني فوق متتخال من عدد يعني حجم جدير جدا جدا ومش عشان الزمالك بيدور يعني هو الزمالك طول الوقت بيستقبل سيارة ذاتية للمديرين الفنيين للعيبة المحترفين في الداخل في الخارج وكلاء لعيبة نفسها ما عايزين يتعاقدوا مع نادي الزمالك الحمد لله برضو الفترة الاخيرة دي لما حصل انتظام في السداد وسداد الغرامات بدأت الصورة الزهنية عن نادي الزمالك تتحسن جدا جدا في فكرة التعاقدات فبدأ الأندية واللعيبة تحاول تعرض نفسها أو تعرض لعبتها أو الوكلة على الإدارة الجديدة لكن طبعا لسه كله بقى بيخضع يعني المعايير الفنية وان شاء الله توقع لانه يمكن خلال أيام هل يعني له بن جدا فعلا عرض على نادي الزمالك أو الزمالك فكر فيه؟ والله يبص المواقع يعني هل يوصلوا أنا مرة بصحك مع واحد صاحبي بيقوله يعني لو على المواقع احنا عايزين قايمة الزمالك تبقى 300 لاعب مش 30 يعني كم من الأسماء اللي طرحت سواء اللاعبين أو مدرين فنيين أنا يعني مسيرة للضحك كل يوم جيش مدرين فنيين وجيش لعيبة ومضوا مع فلان وعملوا أعلان لكن سيعلن أو يعني ما يعلن عنه هو الحقيقة الوحيدة يعني لما يبقى فيه طعبات حيعلن فوقتها هل بن جدا كان ليه دور في القضية بتاعة سبورتين لشبونة أو لم يكنش ليه دور عشان وكن معي هنا قبل كده وقال لي أنه هو بتدخل في هذا الأمر يعني لا مع علش مع احترام يعني هو يعني أي حد حيساهم سواء من المديرين أو يعني حد اشتغل في الزمالك قبل كده حد كان في البرتغال بتبقى مجموعة يعني تقريب وجهات نظر لكن هو الدور الأكبر كان لكابتن حسين لبيب والأستاذ عمر أدهم كان التواصل يعني شبه يومي مع مسؤولي سبورتين لشبونة بشكل دائم وكان بشكل مباشر وتعرض نفسه بتاع التقسيط الأولاني يعني الأمور كانت ماشية مباشرة ما بين المجلس وما بين لشبونة مش عن طريق وسطها طيب آخر حاجة أسألها لك وإيه فرصة وإنت معي عشان دي أنا كنت طريبها من الزمل حتى أننا نتواصل معك بسببها في الأصل إن أنا عرفك أعرف إن أنت قدي شخصية مهزبة وقدي شخصية كمان بيحترمها الأهلي أو جميع النادي الأهلي وجميع النادي الزمالك ليه الفطر الأخيرة دي كنت شايف على المواقع وبعض الصحف بعض المناوشات وكلام منك عن النادي الأهلي أو العكس الأصل فين يعني الموضوع جاي منين لا ما فيش منها وشتخالف على فكرة أنت قلت أنا مش شخص صدائي يعني ما بغلطش بحد فأنا دايما واثق إن أنا ما بخرجش عن إطار المهنية بزرط لكن حصل معك في الموانف عدي القيائي يتكلم في خانات الأهلي بشكل غير لائق وغير مقبول فأنا رديت عليه في برنامجي بشكل أنا متعود عليه برضو بدون أي تجاوز وأتمنى إن إحنا عارفنا يعني لما نقول حاجة نبقى بنعمل بيها ما نقولش حاجة وإحنا ما بنعملش بيها يعني نفعش أنا أتكلم عن المبادئ والقيم وأنا أكون بخترق المبادئ دي أو مش ملتزم بيها لا وعادة النادي الأهلي لديه المبادئ والقيم وأيضا النادي الزمالك لديه المبادئ والقيمه وهي زي ما قلت لك كده في البداية هي العلاقة دلوقتي حلوة الأجواء حلوة مش عارف مش محتاجة أبدا تروح في أي سكة تاني أعتقد أنت هتفق معايا في الكلام ده أكيد طبعا ولا أنا أتكلم عن المهندس عادلي نفسه عصي بريمين مينيسي فكرة أنك تعمل برنامج عشان تجيب سيرة فلان وتسيق لفلان أعتقد دي يعني إعلاميا حتى غير مقبولة في قنوات لها اسمها يعني فأتمنى أن إحنا نرتقي بعيدا عن الخط ده وكل واحد يتكلم في فريقه وكل واحد على رأي يعني يبص في ورقته ويهتم في فريقه وطعقدات فريقه ومنوجه ضعه بالفريق الثاني طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد سالم متحدث الرسمي لنادي الزمالك والأسماء المطروحة أستاذ البريم المينيسي والأستاذ عبدالقائي دائما وأبدا لهم من كل الاحترام والتقدير وأنا سألت السؤال ده لسبب بسيط جدا إنه عايشين في أجوة حلوة بين الأهل والزمالك عارفين فاكرين كان فيه دوشة كده وبتاع فيش دوشة دلوقتي عايزينها هادية كده وحلوة يعني تعاوني استحمل بعض بقى يعني مثلا إيه لو الليمين سمع كلمة من اليسار مش عجبه قوي عديه اليسار سمع كلمة من على الليمين عديه سهل دايما وأبدا نفخر بالأهل ونفخر بنادي الزمالك قضاء مصرية كبيرة دائما وأبدا طيب حالسة مكملين مع حضراتكم بس قبل ما روح للفصل أستقبل في الكريم النهاردة الأهل أعلم قائمته لمعسكر الأمارات فيه اتنين غايبين عن القائمة واحد صلاح محسن أو اتنين يعني الأبرز يعني فنيا سيباكم الإصابات فنيا صلاح محسن وكريم ندفد كريم ندفد لديه بعض المشاكل الشخصية وتسببت في عدم سفره ليه المعسكر صلاح محسن ما زال يحاول المماطلة مع النادي الأهلي اللي رفض أنه يخش في صفقة بدرية أو رفض أنه الأهلي يبيعه صلاح محسن كان بقى الأربعة تيام ما بيروحش مراني النادي الأهلي وتم استبعاده بالمناسبة أقرب الأندية اللي ممكن يروحها صلاح محسن في يناير غالبا هيبقى نادي مودرن فيوتشر طيب الضيف اللي جاي معايا ده أعتقد يعني ودون مبالغ جيلي ممكن اللي قبل جيلي واللي بعد جيلي اتربه على شغله واجتهاده واحترامه وحياده كل حاجة تقترب من المثالية الأعلامية عملها بشكل رائع جدا السبق والاحترام والانفراض والريادة والصورة الجيدة ونبز التعصب كل حاجة حلوة ممكن تشوفها في أعلام رياضي كانت موجودة فيها عشان كده تربينا وإحنا مبتسمين وفرحانين هو هيبقى ضيفي بعد اللحظات وأنا بتشرف وفخور وسعيد جدا متحمس جدا مش متحمس جدا لهذا اللقاء اللي هيكون بعد اللحظات مع كابتن الكبير الأعلامي الكبير كابتن حازم الشناوي مقدم برنامج الكاميرا في الملعب هليكم معنا موسيقى 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 لكن لازلنا الكاميرا في ملعب بنحاول من المقصورة العلوية بنحاول نعرف أراء الجمهور والله يعني مش حلو قوي رسك ربنا يسايل بالشروط الثاني يبقى كويس كام كام تطل عن نيجة المباراة ان شاء الله احتمالات المطر مخاليا يعني فيه كفر اه طبعا العامين يعني احتياطاتنا مش محتاج تعبير حالاتشاف الوضع اللي احنا فيه نحاول لمسعة متفرجين ليها طعم تاني غير مدحة وجوة ملعب نجوم منتخبنا القومي الأول وده المهم ونسألك رأيك كيف في لقاء القيمة النهارة يعودين نقول كيف تحقق هذا الفوز والانتصار منه بتنظركم في هذه اللحظات يمكن ساعة دلوقتي التناشر إلى عشرة هليني أعزاء من أستاذ القاهرة تابع لكم وحتى نلقاكم لكم أجمل تحية أسرة الكاميرا كاميرا يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى بصوا أنا بتفرج دلوقتي عارف أنا متخيل أنت حضرية كنت بتتفرج كمان معايا رجعت كم سنة الوراء رجعت وعشت أيام سعيدة قدية بالأساطير ديت بالأسماء دي ببرنامج أصلا الكاميرا في الملعب اللي احنا كنا منستنى بالليل عشان نشوف ملخصات مطشط وأهداف ونشوف لقاءات مع أساطير كرة القدم المصرية في الإعلام الرياضي تحديداً في نموذج تقريباً يعني كلنا مشينا عليه اللي هو النموذج بتاع الكاميرا في الملعب إزاي تعرف تعمل خبر؟ إزاي تعمل محتوى؟ إزاي تحل المباريات؟ إزاي ودي أهم؟ إزاي تنبذ التعصب؟ إزاي تقدم صورة محترمة؟ إزاي ما يبقاش عندك أهداف بينكو سين كده وراء المايك اللي هو يوقع فلان ولا خلي فلان يهاجم فلان ولا نعمل مشكلة ولا أزمة آه كان فيه سعي دايماً إن إحنا نجيب خبر آه كان فيه سعي دايماً إن إحنا نخش في مشاعر الراجل اللي إحنا بنعمل معاه اللقاء ونشوفه متعصب مبسوط وكان فيه سابق طول الوقت السابق ده كان شخص بيسابق نفسه كان وقتها شخص واحد هو اللي بيسابق نفسه هو الإعلامي الكبير أستاذ حازم شناوي اللي أنا أبقى التشرف وسعيد وفخور وفرحان إن أنا مع مقدم واحد من أعظم البرامج الرياضية العربية بش بس المصرية برنامج الكاميرا في الملعب يا فندم مشرف ومنور حقيقي سعيد بتواجدك معنا ربنا خليك آه كابتن كريم آه الأول أنا بشكرك يعني على كل المقدمة الحلوة اللي إنت قلتها وعايز أقول إنه آه يعني رجعتني سنين آه كده فلاشباك زي ما يبيتقال في السينما لرحلة طويلة وكنت عايز أقولك برضو فيها بمناسبة إنه لأ للتعصب كان في برنامجي إنه كان السؤال الدارج دايما بتشجع إيه يا كابتن تمام أهلاوي مش بتشجع إيه أهلاوي ولا زمالكاوي آه دايما وإنت حتى تلاقي نفسك ماشي في الشارع أو في المدرجات هو الكابتن حازم أهلاوي ولا زمالكاوي تمام أهلاوي ولا زمالكاوي آه كان ده السؤال دايما أهلاوي ولا زمالكاوي فكان إجابتي دايما محددة وكانت ولازالت اقول له ايه انا الشناوي بشجع ايه بشجع اللعبة الحلوة ولو والدي بيلعب في المطش وحقدر اخد منه سابق يفيد الناس حنقله فما ليش دعوه بقى ايه اهلاوي ولا زمال كان اه مش فارق معاك مش فارق معاك انا مصلحة الاولى والاخيرة هي شغلي واللي هقدمه للناس تمام وليه وقع يا كابتن كريم وانا اسفح اندخلنا كده على طول لا بالعكس فرصة ان انت عملتلي اطلالة ومن مسبيره يعني من بيتي يعني لجمهوري كتير في مطشاط الاهل والزمالك تحديدا كل سنة الناس بتستنى مطش الاهل والزمالك الاهلوية والزمالكوية ومدعبات بينهم وساعات التعصب ياخدهم في سكة تانية صحيح هنكسب لا هنبهد اللي هنعمل وبيبقوا فرحانين مستنين اليوم الا واحد بس في اعتقادي يعني كان حزم شنا ليه اه انا كان اليوم ده اكاد اكون عايز اروح لإيه اغصائي نفسي اقول له هديني او خرجني من المود يعني بتاع التوتر سببه ايه متوتر ليه بقى اه متوتر ليه اما انت خبرات عظيمة حتى في وقتها كان عندك خبرات عظيمة فخلاص قال لي وزمالك ده مطش عادي جدا اه شوف بقى محسوب عليك يا كابتن كريم لو انت نزلت الملعب اول ما تنزل الملعب ومعاك انا بنصور عمليات الاحماق قبل المباراة فمعايا مدير التصوير الكاميرا ما فهو شائل الكاميرا وانا هو بس اللي مسموح لنا ينزل الملعب فما بينزل انا معايا المايك وهو فهو بصص للكدر طب مثلا اذا مالك نزل اول هو عايز ينزل اقول له لا استنى لما الاهل ينزل تمام لازم الفرقة لانه الجمهور هيحسب عليك وقولك ايه تجيبت زماك الاول ايش انه يا زبال كاوي تمام لو حصل العكس طيب طب يجي الفرقتين نزله طب يلا ننزل لو خد خطوة ننزل على خط النص الزبط زي الحكام ايوا لو هو مش اخد باله لو حط رجله ناحية النجيلة في النص ملعب مثلا الاهلي اقول له اعدل رجلك خليك في النص خد بالزوم بتاعك يمين وخد شمال تمام وانت الحكم بالنسبة لك الجمهور في ارض الملعب هو الجمهور ناتي سوشال ميديا وحيات كده تمام وبعدين يا كابتن كريم في يوم بقى في لقاء اهل وزمالك في استادك كلها الحربية انت بتحترف اليوم ده كمان انت حتلبس ايه وانت تخاف حاجة يكون فيها احمر طب بقيت انت اهلاوي فيها ابيض بقيت انت زمال كاوي طبعا فكان اهتديت ان احسن حاجة هو اللون لسود زي التحكيم حلبس اسود اه فانا ركنت عربيتي وفي البرج ولسه رايح على الاستاد قابلوني مجموعة مجموعة شباب وبعدين فقالولي اه زي كابتن واعرفش ايه وحنعمليها كابتن نهاردة وبعدين راحوا مفاجئيني بقى السؤال انت بتخاف منه اهلا ولا زي مالكاوة كابتن فبقلت لهم يا جماعة انا شناوي انا ايه اه زي ال انا بلعب لإسمي زي الحكم ايوان تمام انا بلعب لإسمي اه زي الحكم بالزبط حتى انا هوق لايبس اسود اهوق زي الحكم بالزبط صح ابو واحد منهم ردوا قال لي ايه تابس اسود دا احنا هنخلي نهار اهلك اسود النار وصلنا لا لا على اساس ان هو عارف انت يعني هو بيصنفك زي مالكاوة واهلاه من دماغ برحته اه فقلت له انت تعرف قال لي ايو انا عارف قلت له طب خلاص يا عام ادام انت حارف بتسألني ايه وخدت بعض ومشيت فانا ايه من اللحظة دي بقى اليوم دا هو يوم توتر بالنسباتي صح ان انت مش عارف حترضي مين بس بالمناسبة ابتالحازم انا كنت عايز عليك دي نقطة مهمة جدا كمان وفرنا بيها طبعا انت فاهم ان السؤال دا بتسايل لكل الناس اللي بتشتغل قدام قدام كاميرا تمام كنت دايما بقول رأي انه انا انا رأي من رأي حضرتك انا انا مصلحتي الاولى شغلي وتعبي واكتهادي حتى لو انا ليه انتماء ممكن دي وقت احنا منحب الكورة عشان ليه انتماء وده السؤالي ليك انت طبيعة حبيت الكورة لحب فرقه وممكن دا يتغير مع الوقت وبطبيعة شغلك انت خلاص بيتمركز في شغلك وملكش دعوه بالفرقه دي تمام بس مين الفرقه اللي انت كنت بتحبها فطفولتك اللي انت كنت ممكن تتفرج عليها وتستمتع بيها بس حين يعني عايز اقولك ايه في الاول خالص في الاول خالص انا كان الفرقه اللي انا ممكن اتفرج عليها او الماتش اللي ممكن يشدني كان يبقى لو فيه ماتش للمنتخب فيما عادة ده لان انا بحس ان احنا ايه بص الاهلوية والزمكوري احنا كل حكاية بندفع فلوس في الاحتراف وفي الكلام ده وانا تبعت حلقيتك مبارح وجميل الكلام فيها برضو ان ايه يعني علشان نزقف بعض بس لكن نخدم في المنتخب لا مفيش تخديم في المنتخب اتقال كلمة في حوار معاك مبارح كابتن طلق مصطفى قال انه ايه انه سقف انه مفروض يبقى فيه سقف هنا للارترام اللي بتتدفع ايوه بالزبط انا كنت عامل كتاب في القصة دي اساسا للقصة دي انا يعني كنت يعني بسمي عاملية الاحتراف اول ما طلعت قلت ده احتراف اموال مش احتراف تمام فعايز اقول لك بقى ايه عشان ارجع تاني انه انا مش بدفع فلوس علشان الاهلوية غيزة الزم الكوية او الزم الكوية يتريقوا على الاهلوية انا بدفع فلوس عشان مستوى الكورة الحلوة دية يعلى بينا كلنا وصبح في المنتخب لصالح البلد صحيح فانا كان انت معي للبلد للمنتخب عايز اقول لك في رحلتي دي كلها ولادي عن ثلاث هلان كريم ووائل وامير اللي ربنا خليه ما رحوش الاستاذ ولا مجرى الا في المنتخب تمام لكن بقى فيه اللي اولك بص يا كابتن كريم كريم الكبير هو مخرج سينمائي وكده وكان عامل مسلسل هرشة السابعة وخلي بالك من زيزي والمهم فكان هو صغير ما ينزل في الشارع فكريم الشي النوية هو صديق التقيت بقى بكده صديق لصديق ليا والتقينا اكتر من مرة يعني شفت اكتر من مرة ربنا حافظه لك ربنا دي بالمحبة يا ربي خليك وهو دي الصغير ما ينزل يجيب طلب من تحت فالناس كانوا يوقفوه تعالي يا حبيبي السوبر ماركت قوله اختار لك حاجة كريم خل لك حاجة ايه مش عايز قوله لا لا يعزموا على حاجة وبعد ما يعزموا ويطططب عليه كده قوله قولي باباك بشجع ايه اهلاه قولي زمالكاو فالولد من كتر ما استمع مني فقوله ايه بابا شناوي قوله ايه شناوي دي اه 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 افرق جديدة دي اه اه ففضلتوا طول الوقت كده اه محدش عارف انتماء اه كابتن حازم شنو وانت بس زي بات بتقولي كده انا انتماء الاول ممكن يكون لمنتخم مصحوب للكرة لمنتخم مصر تمام مظبوط كده نتفهم صح؟ طيب انا السؤال اللي كنت هبدأ بيه بقى لحلقة النهاردة فضل هو ازاي جات فكرة الكاميرا في المرعب او ازاي جات فكرة تواجدك في الكاميرا في المرعب عشان البرنامج ده في رأيي لابد ان يحصل ليه توقصيق تاريخي في مصر ما يبقاش مجرد برنامج وعد عشان زي ما قلت لك انه في ناس كتيرة ومو احنا منهم مشينا وراء الكاميرا في المرعب البداية كانت ازاي يا كابتن كريم البداية في بداية القناة الثالثة خالص كان الاستاذ محمد رجائي رحمة الله عليه هو رئيس القناة الثالثة بيعملوا خريطة برامج وكان كابتن عادل شريف اشهر معلقين التنس المصريين وهو كان زوج الاعلامية الكبيرة للسيدة سامية صادق كانت رئيس التلفزيون طبعا فالمهم فهو بيتفرج هما بيعرضوا لخريطة البرامج فقال لهم ايه كان العرضة في البيت يعني فقال لهم ما تعملوا حاجة رياضية مش تقليدية كده فزي ايه قال لهم اعملوا حاجة بجل استوديوهات حاجة تنزل في الملعب فالفكرة حق ربنا هو في طر الحق وإحنا في دارة باطل فكرة كابتن عدل شريف الله تمام فتعملت وتسمت الكاميرا في الملعب اول كاميرا تنزل طيب هل حاجة مش تنوي اول حد قدمها لا قدمها ناخد رياضي كابتن اطبع عبدالسلام رحمة الله عليه طبعا تمام اه 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 وجاء زي برضو كابتن عدل شريف اللي قال انا جب لكو حد مش تقليدي حد صاحب رياضي هيعمل البرنامج قدم الكابتن اطبع عبدالسلام البرنامج وفضل يقدمه سنتين ونصف تلاتة سنتين اه وبعدين جات له ازمة قلبي رحمة الله عليه كان معاه المخرج كان معاه مخرج مدير تصوير الاول وبعد كده حسن يوسف كان مخرج وبعد كده يوم الوفاة اطبع بالسلام انا قلت لست محمد رجاي واحنا في عمر مكرم عشان نصلي على الجسمان قلت له عايز اخترع لحدتك اخترع قال لي ايه قلت له النهاردة الجمعة ووفاة صاحب البرنامج ومعاد ازاعة البرنامج النهاردة قلت له انا عايز يعني نعمل نعمل تقليد انه حتى الجاجل على الاقل في برنامجه يتعمل حاجة عنه ونقول انه اللي بيستنى ما يستنهوش تمام ويتكرم في برنامجه قال لي عني نعمل ايه نعملها ازاي قلت له سبها لي قال لي عملها فعملك الحلقة دي وفي اخر ومعملتاش لوحده برضه كان معايا مزيع زميل اسمه محمد حمودة بس انا كان الاعداد عندنا كل واحد يطلع كاتب كلمتين نقولهم اكده ونوح طالعين بحلقة من الحلقات بتاعت اطبع بسلام جيت في الاخر وقلت انه افضل حاجة نقدمها الاسم اطبع بسلام هو ان يظل اسمه مختارنا ببرنامجه واحنا مزلين للوحب بتاعت فكرة اطبع عبدالسلام الله تمام حطينا كده وحطيتها وانا عارف ان انا خلي بالك انا عارف انا صاحب الفكرة وعارف انه ايه سيظل الناس يتذكرون لانه حيوبا موجود في التترة على الطول فكرة اطبع بسلام اما حازم راح حازم مشي حازم شلوه غطوه خبو ف مش فارق معاك مش فارق معاك عملنا كده الحمد لله جينا بقى بعد الحلقة دي حسن يوسف قالا عايز موزيع انا في مكتب رئيس القناة وقعد ربنا ديال صحة مدام عيشة البحرون فقلت له السيد محمد ما تجربوه احنا كموزيعين احنا ولاد القناة على الاقل احنا عارفين ايه المحاذير ايه اللي يتقال و ايه اللي ما يتقالش تمام فرد حسن يوسف ونازال حي يرزق يعني قال لا انا عايز لعيب كور ليه يا كبتال قال لي انت حتصفرني برا انا عايز حتصفرني برا قلت له انصفر برا وانا وانا عارف اصفر نفس على ما صفرك فجابوا مين كابتن اصفر عبدو كابتن اصفر عبدو جيه واشتغل برضو خد له فترة وفي لحظة من اللحظات غلطة منتاج يتحملها المخرج قال له استاذ حسن يوسف تمام انه انت عارف بقى التعصب وكده الباص بتاع اللاعبين الاهل كسبان فطلع من استاذ القاهرة وكان كوبر اكتوبر بيبتدي من غمرة من عم كانت المرحلة ليس لغاية غمرة فالأوتوبيس فكابتن اصفر عبدو لما هو نجمع الاهلي اساسا فراكب بالكاميرا الكاميرامان معاه وبيعمل لقاءات مع اللاعبه وفرحه جيه واحد متعصب اهله متعصب رح حاطت حنقول بقى عشان يمكن الناس تخلي بالها من تعصب تعصب مرفوض بكل صورة حطت كلب وعليلت شارته تمام ايه تقلبت الدنيا وقال لك ايه ميت عقبة جات في نفس الليلة وبولاء وكله حصروا المبنى هنا ايه صحيح غلطة غلطة هي عدت بس هي مش غلطة مصطفى حق ربنا المزيع انت هلصت ومشيت مش زبط اللي بيمنتج بقى وشيل الحاجات بس هو برضو اعزره الفترة ده هي احنا نكاد نكون بنزيع هوى الفاصل يعني برضو اقول اللي هي واللي علي ماتش بيخلص بسرعة منتج بسرعة وطبعا الامكانيات ما كانتش زي دلوقت يعني وكنا بنعمل ايه احنا مثلا يلحق منتج الشرط الاولاني ويعمل وناخد الماتش ووفرلاب كده على الهوى علشان على ما نخلص الجزء التاني ونجري ما بين الصعوبات صعوبات الكربات يعني طبعا فهو برضو معزوع عدد دي فلما عدد الدنيا بازر كان رحمة الله عليه الأستاذ اسماعيل بقري كان مساعد رئيس تحرير اهرام وكان هو معد البرنامج فاتكلم مع مصطفى عبدو وقال له يعني اتفقوا وفي التلفزيون قالوا كابتن مصطفى وهو حي يرزق وقالوا له ايه يا كابتن مصطفى لازم تهدى شوية تبدي عن الشاشة شوية علشان انت شايف الجو التوتر المزيع اللي شايل يا كابتن كريم لو غلط عندك انت اللي شايل صح تمام فايه حاضر فهو بيحكي لستسماعيل بقري امنستسماعيل بقري راح كاتب مربع كده في الاهرام في صفحة رياضية وكاتب مصطفى عبدو يبتعد عن الكاميرا في الملعب تمام عندي يبتعد دي كابتن مصطفى عبدو زعل الكميل قال لك ان انا بيعتذر عن اه يعتذر عن الكاميرا في الملعب قال له يا عم انا ما احتذرتش ده هي فترة يا عم اسماعيل انت خليتنا احتذرت طب نجيب مين قالوا نجيب نعملها حازم يقدم حلقة جمال ابو علي مزيع زميل يقدم حلقة محمد حمودة يقدم حلقة عمر الامير احنا كلنا اربعة مزيعين فبفضل لا الحلقة عندي هي اللي ايه اللي سمعت فقالوا خلاص نكمل بحازم قادي الله دينا القصة وعدت كم سنة بقى كابتر حازم لا انا عدت باسم الاحمن الرحيم كده حوالي 16 موسم متصل من 16 موسم فيهم 13 موسم في الكتاب السنة والبتاع الوحدة بحوث المستمعين والمشاهدين في التحدي الزعوة والتلفزيون البرنامج رقم واحد رياضي على كل القنوات طبع تمام طبع ده 16 سنة بعد 16 سنة حصل لي بقى يقول لك هو ما فيش إلا كابتر حازم بالزميل يعني ما تجربونه وابتدت تتعمل عليها ضغوط فروح خلاص كده حال واحد راجع الوراء ريعت الوراء سنة فبقى كله يتناوب على تقديم البرنامج رح رئي رئيس خانية تانية راجع الحازم يرجع تاني وكله كما كنت غير انا قدمت تلت موسم رح دخل علينا بقى البرزنتيشن وبيع الحق المباريات وكده فقلتهم بقى انا ايه خلاص كانوا اللعيبة يقفوا لي يعني افاكر من المواقف الجميلة وباشكر كل الناس اللي ساعدتني يعني كل المرسلين بيجروا بعد المباراة يوقفوا اي نجم ما يعني يجري منهم ما هو هتتوقع عليه عقوبات وحيتخصم منه صح تمام يشوفني يوقف تبتح يا كابتن حازم معي على جنب كده طب انت هتمشي الناس دي ازاي كل حط المية كابتن ابو افتريكا شاف الموقف ده وبعدين فوقف لي انا وقف لي عايز يا كابتن حازم فسألته ما بقول عايز يا اخد معك هو قالي طب ماشي خد سؤالين لقيت بقى ايه فجأة بقى 15 واحد وزققوني ورا وهم اللي عايزين يسألوا فهو قال لهم يا جماعة انا واقف عشانه لي هو اه وقف عشانه دي كلمة جبيرة انا واقف احترام للكابتن حازم الله فهمت انا قلت ايه اه جيت في حلقة وروحت مغني في البرنامج غنيت الاغنية بتاعت اه عبد المنع المدبولي في الفيلم بتاع مولي دي ادونيا ده اه اللي هو ايه نا انا غنيت اه يا زمان العبار سوق الحلوة جبر تمام مهم ما زقوني وانا واقع الارض ايه فقلت له بايه اه اه زمان كنت بزف عرايس دلوقتي بقى ايه اه يعني اه اه زقوني وخلاص اه بكل بساطة اه وقلت لا خلاص انا يعني بتفيد بهذا القدر اه با باحترم نفسي واحترم تاريخي واسمي ايه الموقف اللي انت ما انا عرف ان هي مواقف اتعرضتلي كثير من المواقف في ارض الملعب مع لاعبين ومدربين ايه المواقف اللي تيجي ببالك دلوقتي حالا كده مع لاعب او مدرب بعينه ابو معاك لا اكتر من المواقف يعني مواقف كلما ذكرياتك تيجي في الكاميرا في الملعب بتقول لي المواقف ده كان عظيم من اللعب الفلاني من المدرب الفلاني مواقف لزيز مواقف كوميدي مواقف جد مواقف فيه جدعانة مواقف كتير لا ما حصنع كان البرنامج يا كابتن كريم صياد الكاميرا صيادة بالنسبالي هم بيعودون الصورة حاليا بتتكلم اه مثلا اه تبصت لقي هنا مثلا كابتن شبير في مباراة من المباراة وإيه ولحظة اخفاق في لعبة كلفتنا ان احنا بنخسر وبنخسر فبيطلع حزين تمام ما بسيبش انا لازم اخش اه مش طول بقى ايه لو روح كلمة الوقت يتدايق عشان هو زعلان لا انا وليه طريقي انا في الدخلة يعني انه يعني لما لقي حد حزين قوي كده انت عارف ما تيجي تدي حد حقنا ما تدي هالوش على طول يعني يعني لو انت لو دخلته في ايدك الابرة كده وراح تديله حقنا قول لك عمنا مش عايز حقنا بالضبط تمام حيبعد منك اه انما انا اه اه يعني لا اعتبرني اعتبرني انا هو لاعب وبخصر في ايتي وجاب جول في نفسي جولين في نفسي وما فوق الداخل تاعم الماء يحوار بعد المباراة بتخش تقول لي ايه بقى في البداية والله ايه بص يا كابتن كريم خلي بالك اه الدنيا هاتو خد ما حدش بيكسب على طول والمؤكد ان انت عايز تكسب ما فيش حد يعني لو بتلاعب اخوك انت عايز تكسب صح مش عايز تخسر حد اه فاكيد يعني الكرة عندي تخصب عنك قول لي ايه حصل ايه الله بيوب ما ايه دخلك كده الله اللي هو الدخل الاول انت اكيدك بتهديه اه بتحاسسه ان هو ما عمدش اي مشكلة فانت مش داخل تهاجمه مش تتغل تنتقده عشان بيبقى لا ابدأ من يقولك ايه داخل عشان يعمل لي مشكلة اه فانت داخل اقل انت بتهديه الاول انا مش عايز منك اكتر منك تتكلم تمام اطلع اللي جواك يعني جات ازاي تمام وكتير يعني النمازج ليه ليه مواخف كتير مع محمد عبدالجليل اه في مباراة من المباريات وكان منفاعل جدا في قط اللبس و فروج عفر سحبه من ملعب وهو لسه منقول من الاهل للزمالك تمام من اه من الاهل للزمالك اه وبعدين اه يا دوب مصابرش عليه في ماتش اهل الزمالك مصابرش على الضو تبقى تلت ساعة تقريبا وانش يلا بقى تمام فبقى حيتجنن تمام اه فانا دخلت ايه لوقت اللبس وبعدين كان ليه طريقة لان انا كان ليه منافسين بقى ابتدى يبقى لي يبقى لي منافسين اه كابتل مصطفى عبدو ابتدى يشتغل في المحور اه تمام فانا ليه منافسين فبتبع عينينا على بعض كده فانا بقعد وبنقعد في المصورة الامامية معايا الاصطاف بتاعي فمتفق معاهم دايما لما انا قوم عينكوا علي تمام بس ما تقوموش ورايا مرة واحدة استنى دقيقة كده وايه والمصور يقوم ورايا ييجي ورايا ما يجيش بالكاميرا بعده بنص دقيقة كده الكاميرا تنزل لي تمام فعلشان ما حدش ياخد بات وتزبط ايه اللي حصل في الكسط بتكلمت المحمد عبدالجليل دي ما دخلت له بقى عملتوا عليك هو متعصب جدا اه دخلت لمحمد عبدالجليل اه انا بفتح قط اللبس اوك الباب مفتوح الماتش شغال فلايته اه يعني متعصب جدا وبيصرخ و يجري يخبط رجله في حطة اللبس طبعا هو مقف صعبه اكيد اكيد يعني اه ويجي في حطة تانية يضرب دماغه في الحطة اه فدخلت المصور براحة جدا والاول قلت له كابتن محمد ايه ده كابتن محمد يعني مش نهيت الدنيا بتاع قال لي بيتمحني كابتن فبو بتباحني يا كابتن حازم قلت له بس ايه ده ايه ده انا عايزك تاهده بس و ايه هل ممكن تسمح لي اتكلم معا قال لي اه اه قلت اه خش الكاميرا خش يا عبد واتعمد ان انا سماعه انا اقول للمصور انت ايه او مدير التصوير خش علي هو فهو بيصور حركته الانفعالية وانا بحب بسمع مش ضيفي بقى ولا نجمي بسمع زبوني بقادي دحياتي ايه مقول له ايه كان الله فعون الكابتن محمد عبدالجليل اتنقل من الاهلي للزمالك المطش ده مطش عمره عنده استعداد يبطل كرة بعد المطش ده بس ياخد بطاره ادوني فرصة ااخد اجيب حقي اثبت وجودي ضد فرقتي اللي رميتني وثبتني او منزل ما يصبروش علي يسحبوني بالملعب يعملوا فيا كده يمثلوا بيا ينكلوا بيا انه تاريخي عشان ايه تعالوا ما نشوف كابتن محمد بفكر في ايه شكرا انت خلق عرفته ان انت في صف بس خلاص هو مسلم خلاص بقى كل اللي انت نفسك تسمعه وتقول ده تكتيك عظيم ده ده تكتيك عظيم في صورتي اتعرض الوقتي للقاء مع الكابتن الكبير اسطورة محمود الخطيب تمام لقاءت اللي من النوعية ديت يعني مثلا ما دخلت على الكابتن محمود الخطيب وفي وقته كان اسطورة والان هو اسطورة وطول الوقت هو اسطورة كابتن محمود الخطيب ازاي يعني ساعات المراسلين عندنا او المزعين حتى يقول لك لا ما تقتربش او من النجوم ديت عشان ممكن تلاقي ردود افعال مش عظيمة دخلت على كابتن محمود الخطيب ازاي بصة كابتن كريم هو الاول نسلم انه البرنامج كان فارج نفسه على الساحة اللي هو البرنامج نجم اه بالزبط كده تمام فكل حد عايز يوصل لرسالة بدل ما يمشي يقول لكل الناس وكل حبيبه انا عايز اعمل كذا فيوبا النافذة بتاعته البرنامج الكاميرا في الملحب كابتن مثلا كريم اه كابتن كريم طبعا فايه فاما بيدخله بامانة بيرحب يعني الوحيد اللي قال لي في النادي الاهلي اللي قال لي لا مش قال لي لا مش هسجل قال لي انا موافق بس بشرط خدني هوا على الهوا تمام لكن ما اتخلنيش في المونتاج لان انا عايز اللي اقوله هو اللي يطلع في الشاشة مش اقول حاجة وتيجو تقصوها وتطلع الكلام ايه منخوص اه منخوص او متاخد من سياخه تمام مين مين كابتن صالح سلي رحمة الله عليه الله اه خلت علي قال لي عارفك وعاي سجد معي بس مش هسجل هاتني هوا او تعالي بوحدة هوا اللي اقوله لازم يزعب بالكامل يزعب بالكامل تمام وتحتارب برضو هي وجهة نظر برضو وجهة نظر انا اضيفي بعد شوية هو الكابتن الكبير كابتن عبد الحميد بسيوني اللي عملت نجم مصر عملت مالك وفي المرعب كتير 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 مهزب جدا من اللاعبين القلائل اللي هم دامس الخلق انت حيث انه متربي قوي صحيح ومهزب قوي ولعيب قوي و وعلى قدية مصر شافت نجومية يعني خدم مصر جامد مش خدم في رقيته بس صح خدم مصر جامد لانه المنتخب العسكري على ايديه بينا متربعين على عرش العالم العالم مش بطولة بطولة واتنين وثلاث كان هو نجم الشباج صح تمام صح ده تاريخ يعني وكننا احنا دايما معاه يعني البرنامج الوحيد اللي كان مهتم كمان بتغطية كل مباريات لبطولة العالم العسكري الكاميرا في المعلم الكاميرا في المعلم عايش اقالك على حاجة مهمة جدا المزيكة موسيقى تمام التتر بتاع برنامج الكاميرا في المعلم لحد دلوقتي هو مسمع ناس الرينج تون بتاعت الموبايل بتاعتها المزيكة بتاعت الكاميرا في المعلم تمام حكاية المزيكة بتاعت الكاميرا في المعلم والله المزيكة دي الموسيقار ستزهاني شنودة طبعا تمام طبعا برضو مش هنقول احنا كنا عايزين نوصله قوي لكن في بداية البرنامج الكابتن حسن يوسف هو مخرج البرنامج قدر يوصله بقى بمساعدة الاخرين بقوة دفعة من كابتن عدل شريف كده وقال تطوع خيرا لانه كان كان وقتها موسيقى بتاعته نقلة نقلة في دنيا الموسيقى يعني من الرتم الهادي الكلاسيكي كده لإيه عملنا النقلة اللي احنا بنشوفها دي اللي همسمعها معنا لدلوقتي عايز اقول لك كابتن كريم معنش عشان ما ننساش لا طبعا وإحنا بنستعرض رحلتي في الكاميرا في ملعب ياريت لازم أفتكر زملائي صحاب الفضل اللي ساعدوا في إن الكاميرا في ملعب تبقى الكاميرا في ملعب بعد حسن يوسف لأنه سابنا وراحل القناة الأولى أخرج البرنامج لفترة أحمد شكري اللي مسك قناة النيل رياضة آيمن عبدالغفار اللي هو لازال مدير في القناة التالتة حتى الآن يعني قدم أخرج لفترة وبعدين الصنائي محمد طلعت ومحمد إبراهيم دول الصنائي اللي استمر معايا بقى لفترة طويلة في الكاميرا وفي ملعب حتى اللحظة الأخيرة يعني لسنوات ربنا يا رب يحفظهم فلازم لهم كل شكري من البداية لو حضراج لقتي موجود في كوديفور في كاس فمام الأفريقية مين اللي هتبقى وانت نزل المرعب عايز تعمل معليك وده بيسمع معاك في تعقوداتك وفي فلوسك بس والنبي ما إيه ما تخليش في غصة جيلنا يعني لكل اللعبين وبالذات للايه على ضوء ماتش مبارح للرقم اللي كان تعبك وتعبنا كلنا اللي هو ضياع خط النص ده تمام يعني أو عايزة لهم ما تحملوش على صلاح أوي يا جماعة ده ثبت إنه وصلاح موجود كله ركن على الحساب يقولك صلاحي اللي هيشيل الحساب فلما خرج قالك الله ده بين الفطور إحنا اللي هنشيلها الله فتحجاكو كويس في الصوت التالي الله عايزة بقى يعني عايزة أسمع الحوار دوت ما هو واحد من أهم الأسماء اللي جات في تاريخ كورة القدم المصرية زي ما كنا نسا نتكلم عليه دلوقتي الكابتن الكبير كابتن عبد الحبيب بسيوني اللي أستقبله مع حضرتك دلوقتي يا كابتن عبد الحميد دايماً بتشرف ودايماً بتنور وسعيد وفخور والله إن انتوا الاتنين كمان تحديداً معايا النهار كابتن عبد الحبيب مش عرفه منور يا حبيب من أخبرك كله بخير حبيبي يا ربي خليك حلو المفاجأة دي كابتن حبيبي حبيبي كابتن حازم راح كده والله دا انت اللي كمان أحلى مفاجأة بس هو هيعمل دلوقتي لقاء كان بيعملوا معاك في أرض الملعب في الكاميرا في الملعب بس يعملوا دلوقتي على العصر حالي والله يا حبيب كريم احنا كنا بنجري احنا اللي كنا بنجري على الكابتن والله العصيم والله يا جميلة كده ربنا خليك عايزة أقول لك سيبنا من كابتن كريم دلوقتي احنا في برنامج وفي على أرض وفي استوديو ولكن خلينا أنا في المهم اللي حيتزعها دلوقتي تمام يا كابتن قولي يا كابتن عبد الحبيب أصعب لحظة ليك في أصعب بطولة معاك في بطولة العالم العسكرية لحظة انت بتفكر في ايه وعارف ان رئيسك مريح يبقى موجود ومصر كلها ولكن كنت تتعمل لك والله يا كابتن عزم لو تعلم المسئولية الكبيرة اللي كنا بنشيلها وان احنا يعني هنكون سبب في سعادة شعب بالكامل قيادة وشعب ومسئولين فكانت كل هدفنا واحنا في الملعب ازاي نقاتل ونرجع بالبطولة عشان اللحظة دي فاحنا كنا دايما نحطين الفرحة الكبيرة اللي كانت بنرسمها على جماهير الكرة المصرية بمختلف انتمئاتها في قدامنا في الحسبان واللحظة ترجعنا بالبطول فكانت مسئولية كبيرة بتخلينا جوه الملعب صدقني مش بنلعب احنا بنقاتل على حظوظنا وعلى سعادة وفرحة الجماهير المصرية كابتن عبد الحميد بتفكر في ايه في اللحظة دي انا يعني في اللحظة دي سعيد جدا بوجودي معاك وفخور بوجودي معاك لان انت واحد من الناس اللي رواد البرامج الرياضية وبرنامج الكاميرا في الملعب هو عنوان رئيسي لكل ما كان يدور في كواليس المباراة كابتن عبد الحميد الشهادة مجروحة لا والله والله بحبك في الله كابتن حازم والنهاردة يوم حلو ان احنا شفناك ربنا نخليك والله انا اسعد واحد في الدنيا ان احنا بنجتمع في رقم عشرة وهنا في ارض محيدة وسعيد ان انا بقابلك ربنا متاعد بالصحة وده من اسمع عنك كل خير عايز اقولك حاجة واحدة بس هتجم على ساعاتي دي واقول لكل ناس ده كابتن عبد الحميد باسيوني ده نج مهما الزمن يعمل معاه ممكن يجي شوي طرابي كده بنفضهم ويفضل الألماظ موجود واذا مش مصدق ارجع تاني شوف عيد في التاريخ قال بصفحاته واكتب بس اكتب بس كابتن عبد الحميد باسيوني فاصل ونرجع تل اصف برامج راضية تحييكم وتقدم برنامجها لأسبوع الكاميرا في ملعب موسيقى لكن لازلنا كاميرا في ملعب بنحاول من المقصورة العلوية بنحاول نعرف عراء الجمهور والله هو يعني مش حلو قوي راسك ربنا يسايل الشوط الثاني يبقى كويس كم تطلع نديجة مباراة ان شاء الله احتمالات المطر مخلي يعني فيه كفر اه طبعا العليم يعني احتياطاتنا مش محتاج تعبير حاتشاف الوضع اللي احنا فيه نحاول لمتعة متفرجين اللي هي لها طعم تاني غير متحة وجوة ملعب نجوم منتخبنا القومي الاول وده المهم ونسألك رأيك كيف في لقاء القيمة النهارة يعزيني نقولك كيف تحقق هذا الفوز والانتصار منه بتنظركم في هذه اللحظات يمكن نسعد الوقت الـ 12 الـ 10 فلنعزاء من استاذ القاهرة تابع لكم وحتى نلقاكم لكم اجمال تحيات اسرة الكاميرا القيمة بيوم النهاردة حلو كده الحلقة حلوة عرفت الحلقة اللي بتشبع الموزيع ده وأكيد انتوا كمان هتصور يعني أخباتكم كمان مستمتعين جدا كان معي الكابتن الكبير العلمي الكبير آآ أستاذ حازم الشناوي والآن معي كمان الكابتن الكبير المهزب المحترم الشاطر لاعب ومدرب وكل شيء كابتن عبد الحميد ده بس يوني يا كابتن عبد الحميد مشرف في النور دايما حبيبي يا كابتن كريم هو حلو عشان انت حلو يا كابتن كريم وإنت يعني الله يسعد أوقاتك ويجعل أوقاتك كلها حلوة يا رب دائما أسعدتنا بوجود الكابتن حازم وكنت مبسوط جدا بمقابلته النهاردة لأن واحد من العلامات الرياضية الإعلامية الرياضية اللي كلنا تربنا عليه صدقني أنا لما بقوله كنا بنجري عليك آه كنا بنجري وكنا بندور نجيب هدف وبندور إزاي نجيب أهداف عشان يعمل معنا لقاء الله يمتعه بالصحة وبالعافية وهو قيمة على المستوى الشخصي لها كبيرة جدا فيا رب نشوفه قريب في الإعلام بإذن الله يا رب ينور الدنيا في كل مكان بإذن الله ودائما أنت دائما بيتجيب الناس الحلوة كابتن كريم عشكا حراج موجود أنت وكل المسؤولين عن البرنامج كده حضلك موجود فالشكر ليك والشكر على المسؤولين والله كابتن عبد الحميد إحنا هنا حتى كفريق عمل برنامج دائما هو ده اللي طول الوقت نفكر فيه فكر في الناس اللي تعطي قيمة مضاعفة حتى في ديوفنا أنه لما الناس تيجي تشوف كابتن عبد الحميد باسيوني فهتسمع كلام محترم في كرات القدم هتسمع كلام يتفهم في كرات القدم وفي نفس الوقت ما فيهوش أي تعصب أو أي شيء ومعناش حسابات والله غير حدف أن نشوف منتخبنا ونشوف بلدنا دايما في أفضل حاجة وفي أحسن سوء يا رب منتخب بلدنا منتخب بلدنا خلينا نتفق أنه أول مباراتين عكس المتوقع إحنا كنا متوقعين بقى ست نقاط دلوقتي الآن إحنا نقطتين بتعادلين أداء مش جاية في مبارات موزنبيك أداء تحسن شوية في مبارات غنب الشوت التاني ولكن مش راضين مش مبسوطين أوش هو من حق الجماهير إنها يعني تزعل صح لأن إحنا حتتم منتخبنا دايما في صدرة أفريقيا يعني لما نيجي نتكلم عن منتخب مصر منتخب مصر عنده سبع بطولات لأفريقيا أنديت مصر هي متسيدة لقرة الأفريقية فبالتالي من حقنا أن إحنا نحلم أن منتخبنا لما ييجي يلعف في دول المجموعات يكون هو الرقم واحد فده حقنا فتزعل طبيعي للقيمة الكبيرة اللي الناس كلها مستنيها للمتاح إنما وارد أن إحنا نظهر بصورة مش صورتنا الحقيقة وارد لأن في الأول وفي الآخر درياضة وديكور قدمنا مستوى فني مش المردود الفني اللي الناس كلها مستنيه أو قدمنا مردود فني مش الناس كلها راضي عنه صح إنما يبقى إحنا لنا أمال وحظوظ في الأدوار اللي آه عندنا ده عندنا أمال كبيرة وطموحات كبيرة يمكن أداءنا في مباراة غانا أفضل بكتير من مباراة غاناة وإن كان الشرط التاني يعني يمكن الشرط الأولاني إحنا بنسيب 45 ديئة كاملة بنفقدها من إيدينا يعني بين إيدينا 45 ديئة كاملين فقدنا فيهم كل شيء يعني كانت أول كورة لنا في الديئة 42 كورة إمام عشور وما بنسميهاش فرصة حقيقية بتبقى نسميها محاولة آه إنما طوال قبل الـ 45 ديئة ما كانش فيه الشراسة اللي إحنا محتاجينه خاصة برضو أن منتخب غانا ما ظهرش بالصورة اللي يعني المرعبة أو الصورة الكبيرة اللي كانت بنحطها في المكان اللي غانا يعني من الفرق الكبير الشرط التاني بدأت تتحرك لما دخل فيك هدف الشرط الأولاني شفنا شراسة كبيرة جدا من منتخبنا هو ده اللي إحنا بنبقى مستنينه طول الوقت صح من أول ديئة كل اللعيبة بتقاتل من أجل أن أنت ترجع للمرة لأنه خلاص أنت بتقاتل على إيه يا كابتن كريم على وجودك هزيمة يعني أنت بنقطة هتبقى بعد كده الأمور بتتصعب عليك صح إنما تعادل أو فوز هيرجعنا تاني للبطولة ودينا أمال كبيرة فعشان كده أنت كنت بتقاتل على وجود فعز مقاتلتك على وجودك وأن أنت قادرت ترجع بهدف التعادل من مرموش اللي أنا يعني بقدم له التحافية للمباراة دي بذل موجود كبير هو وبقي الزملاء بس هو كانت محاولاته أكتر وأكبر صح فجيه برضو هدف عكسي وهدف في الوقت اللي أنت بتتدور فيه على الهدف الفوز التاني فبدل ما أنت كنت مطالب برضو أن أنت تفوز فبتدور دي التاني على إزاي ترجع للمباراة رجعنا للمباراة عن طريق شراسة من تريزيجي في الضغط على مدافع غانا وعمل كورة اللي مصطفى وجي منك جون أنا بس كابتن عبد الحميد عايزت عليك بشكل واضح بقى فنيا تمام وإحنا إيه مشاكلنا الفنية في الملعب اللي مش خلالها نظهر بشكل كويس هل هي فنية اكتكية من المدرب وطريقة اللاعب ولا هي فردية اللاعبها مش في حالتها إحنا إيه المشكلة اللي إحنا محتاجين لنا عليها إن شاء الله لحد ما نوصل لحد النهائش المشكلة يا كابتن كريم إن إحنا بنبقى رد فعل وإحنا مش مطلوب مننا نكون رد الفعل إحنا المفروض إحنا اللي يبقى لنا الفعل فالمفروض مجرد ما بالحكم بيطلق صفيرة اللقاء نعمل ضغط عالي أيوة على المنافسين من أجل يعني أنت لما ضغطت عليهم ضغط عالي في غانا في الشرط التاني أنت لك الأفضلية في كل شيء حتى بقت غانا هي اللي لها الهجم المرتد هجم المرتد ده طبيعي في حالة أنت لما بتهاجم بمعظم خطوطك فبالتالي أنت بيبقى عندك مسحات فبيبقى عليك عجبات مرتد إنما أنت صاحب الفعل إنما أنت بتستنى لغاية ما بتشوف الأمور رحفين فبتفقد وقت كبير جدا عملنا الكلام ده بعد الهدف اللي دخل في مرمى موزنبيق ورجعنا وسبنا المباراة يمشي بهدوء لغاية ما بدأ يخدش فينا الهدف الأول والتاني بدأنا نتحرك فإحنا ليه ما نتحركش منه فده طبعا أنا بالوم فيه على المدير الفني لأن المدير الفني لازم تدي تكلفات ما تبدأش بحظر أنت بدي بحظر على أساس أنت خيب من إيه أنت المفروض بتنزل بتضغط لأن أنت للأمانة أنت معك لعيبة لعيبة يتمنىها أي مدرّب لعيبة تكتكية على تنفذ لك كل الأفكار عندهم الصرعات وعندهم القوة وعندهم كل شيء فبالتالي أنت كمدرّب لازم تخرج أفضل ما فيهم ولازم تديهم ثقافة أن أنت لازم تسعى للفوز من أول دقيقة ما تفقدش الوقت ده كله عشان أو أن أنا أستنى أن يخش فيه هدف عشان أبدأ أتحرك لأ أنا بقاتل على إزاي أوصل أحافظ على البطول أنا مش جاية تواجد أو أن أنا مثل تمثيل مشرف أنا قلت لك في بداية اللقاء هنا في المرة اللي فاتت الناس السنة دي مش متسنى مركز تاني الناس مش تنية تحصل على البطولة التامنة من خلال منتخب ليه؟ لأن عنده العناصر اللي تحقق ده إحنا شفنا كل المنتخبات آه في منتخبات ظهرت بصورة قوية جدا في منتخبات صغيرة في الإسم بس قدمت مرضوط فني كبير إنما يبقى إسم منتخب مصر كبير بلعبته وبكل المسؤولين اللي فيه فبالتالي لازم تكون أنت كمدير فني على قد الحدث صح فأنا بحمل مسل فيتوريا المسؤولين فيه واحد تكلمك بصراحة يعني ناس طول الوقت طول الوقت مش كل الناس بعض الناس تحملوا كل شيء لو فيه حاجة سلبية هيتحملها كلها لو فيه حاجة إيجابية بيتحملها الفرقة كلها طبيعا أنا بتكلم كده المفودي يتقالي المدرب لا الحياة مش المدرب هو الحقيقة محمد صلاح محمد صلاح تحاول الناس من إنه فكرة إنك تنتقد لعب كرة وده حقك تماما أي وحد بيحب يفرج على كرة ده ممكن ينتقد كريستان ومسي عادي مش مشكلة دي كرة يعني لكن تحاول له هجوم وهجوم أحيانا بيبقى فيه نقران للأداء والمجهود وكل شيء رأيك إيه؟ يعني أنا عايز أقول إن محمد صلاح قيمة كبيرة قيمة كبيرة في كل شيء رمز من الرموز اللي المفروض إحنا كلنا نحافظ عليها ونحافظ عليها لأن الراجل للأمانة ما بيقصرش أيوة إحنا الراجل بيبذل أقصى جهد ممكن في الملعب مش شرط إنه أنت هو لازم محمد صلاح اللي يجيب يجوان في كل المباراة لازم محمد صلاح اللي يدافع اللي يدافع يشيل الكرة من جوه الجون وهو اللي يصنع الجون هو اللي يروح يجيب الجون لا يا جماعة محمد صلاح بيقوم بالأدوار المكلب بيها بأكثر يعني بأكثر جهد ممكن وبعدين واحد من ضمن منظومة كبيرة جدا فبالله ارحمه محمد صلاح من إحنا لدرجة بقينا بنشكك في الإصابة أيوة الإصابة دي سياسية ولا إصابة حق يا جماعة هو محمد صلاح هيسيب الميدان ويطلع لمين أو ليه يا جماعة رفقاً رفقاً بنجم كلنا بنفخر بيه وكلنا بنتباهى بيه والله يا كبتل الكريم حقول لك حالي أنا كانت أمنيت حياتي كعب حميد باسيوني أحترف في ليفربول وليفربول بالذات لأن أنا كنت بحب مهاجم هناك زمان وأنا بطلع مفتع أناية اسمه جون بارنس طبعاً كان لعيب كبير جداً كنت بحب نفسي ألعب جنبه أروح فأتخيل لما لعيب مصري أنا أمور أسمع منك المعلومات والله العظيم تلاتة زي ما أحكي لك حلمي فأتخيل لما لعيب مصري بقيمة محمد صلاح هو بقى الرمز ليفربول وبقى رمز للعبضة اللعبة في العالم فليه بنيجي على رمزنا وليه بنيجي على النمازج الجميلة المشرفة هل محمد صلاح عشان ما لعيبش في الأهل وفي الزمالك الناس مباح إنه يقولوا فيه أي حاجة لا يا جماعة اتكلم في عب حميد بس هنا في الكور قل إنه النهاردة كان مش في حالته الفنية إنه النهاردة كان عنده أحسن من كده ومرضوط فن عالي ما تقدمشي قلوا حاجات في الكور إنما ما تقللوش من قيمة محمد صلاح وما تجوش على محمد صلاح لأن محمد صلاح قيمة كبيرة ولعيب كبير ومش هو اللي يسيب الميدان لأي سبب من الأسباب إلا إذا كانت الإصابة كبيرة أو حجم الإصابة كبيرة إنه خرجوا من الميدان والناس كلها بتحبوا وزميله بيحبوا وكل ما هو في المنتخب بيحبوا صحيح فأتمنى إن الناس ما تطلعش حاجات وتقول حاجات وتحمل نجم كبير دافع عن عالم منتخب مصر كتير ولسه هيدافع كتير فبنتمنى له كل التوفيق والسلام ويرجع لنا إن شاء الله إن شاء الله فأعرب وقت في إذن الله فكل التحية والتأديل لكابتل محمد والكل نجمنا في المنتخب طبعا واحدة من المميزات العظيمة جدا في قائمة منتخب مصر لما تم إعلانها لكاس الأهم الأفريقية إن إحنا قلنا إن إحنا عندنا وفرة في لعبي وسط المرعب وأصبحت الآن معضلة الناس بيتقول ليه فلان بيلعب وليه فلان ما بيلعبش وليه كان ده أحسن ودي ده كان ده أقل وفي دايما توهان وإحنا ما زلنا عندها توهان في نص المرعب إيه الأفضل لمنتخب مصر في وسط المرعب يمكن أنا قلت دايما إحنا الطريقة اللي بيتناسبنا إن إحنا نلعب برقم 6 وأيا كاننا رقم 6 أنا قلت لك ما فيش خلاف ما بين إن إني ما بين حمدي فتحي ما بين مروان عطية أيا كان اللي موجود ولازم نلعب بتمانيتين تمانيتين دول يا كابتن كريم بيدونا حاجات كتيرة كتا أفضلية الأفضلية في إنهم اللي اتنين حيدوك زيادة في الحتة الهجومية حيبقى عندك اتنين موجودين دايما باستمرار مع التلاتة اللي قدام يبقى أنت معك كده خمسة في الحتة الهجومية مع الباك العكسي اللي هو بيتبقى من حيطه الكورة فبتهاجم بست لعبين وده عدد كبير جدا 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 وبيمسلك شرصة كبيرة في الحتة الهجومية في الحتة الدفاعية في التأمين بيتفضل معك الباك العكسي مع سرد باكين مع الديفندر الرباعي ده مسؤول عن تأمين الستة دول طيب لما بيحصل إن الكورة بتتقطع منك وترجع عليك فبيرجع التمانيتين بأسرع ما يمكن بوكس تو بوكس يرجعوا وراء يبقوا موجودين مع رقم ستة فبيبقى فيه تلاتة قدامك بيدفعوا مع الرباعي اللي وراء فبيبقى عندك سبعة في الحتة الدفاعية فإذن بتديك توازن ما بين الحتة الهجومية والحتة الدفاعية إحنا إحنا ما بنختارش الأمثل في فكل واحد فينا هيجي يقول انت رأيك هيقول لك ممكن يقول واحد واثنين تانين مختلفين صح إنما أنا من وجهة نظري إن لما يبقى موجود مروان عطية أو محمد أو حمد فتح أنا بقولكش أي واحد في التلات يقوم برقم ستة كما يجب أن يكون ويدي فرصة لزيزه وإمام عشو مثلا الاتنين دول الاتنين دول حيدوك أفضلية مع صلاح مع ترزيجي أو عمر مرموش أو مصطفى حيدونا شراسة كبيرة وإحنا محتاجينها الماتش اللي جاي طيب واحد من اللاعبين اللي تلاموا في المباراتين اللي فاتوا وأكيد أنت بتسمع نقض طول الوقت ضده محمد النينش تمام وبدأت الناج محمد النين ما ينفعش لعب رقم ستة ممكن تلاقي محمد النين رقم ستة أو ما تلعبوش أصلا وليه مصمم على محمد النين رقم ستة أنت تقييمك إيه محمد النين تحديد ما هو إحنا لو قيمنا كل واحد يا كابتن كريم التقييم حيظلم اللعيبة لأن إحنا مقدم حالة الحالة بتاعت الفريق كله ما بتديلكش أفضلية دي أنت تتقييم فلاة صح أو علا فبالتالي حظلم الكل إنما اللعيبة بنقول إنها لسه موصلتش للحالة الفنية العالية اللي إحنا بنتمنها إنما يبقى محمد النيني لعب من اللعيبة المهمة جدا جدا أنا شايف أنا شايف من وجهة نظري في المباراة اللي جاية كابتن لازم يكون لو حمد فتحي موجود في رقم ستة وهو الأفضل في الفترة دي لأنه هو لعب المطشين عنده لقع عليها وعنده أمور كتير لازم زيزو وإمام اللي اتنين يكونوا موجودين ثمانيتين مع عمر مع صراح لو ربنا كرمه لا خلاص صراح مش موجود المطشين عنده مطشين مش هلعبهم لعسى في المطش ده والمطش اللي بعد يبقى نستغل زيزو في المكان مكان محمد صلاح في الحتة اليمين طب زيزو أنا مستوى فتح يا كابتن والله اللي جنين كويسين بس صدقني فيه لعيب يديك أفضلية أفضلية كبيرة جدا يعني أنا شايف أن زيزو لما هيلعب في المكان ده هيدديك أفضلية بأن زيزو عنده مجهوده كبير وعنده كمان الحتة الدفاعية عالية وده طبعا من اشتقلين من مصطفى مصطفى عنده إمكانات فنية عالية إنما بتكلم إن عندك واجبات دفاعية مع الفرق لأن الفرق قوية صح فلازم يكون عندك لعيبة تقدر تهاجم وتدافع بنفس القوة صح فالالتحامات هتبقى زيزو أفضل الرجوع السريع والعودة وسرعة الارتداد زيزو عند زيزو أفضل فلما يبقى زيزو موجود في ناحية اليمين وموجود خلاص لو أنت محتاج كهرباء لازم يكون له دور لأنه كهرباء في الفترة الأخيرة مع النادي الأهل موفق جدا فبالتالي دي له فرصة يبقى كمين يا كبتل خلاص ما أنت كده كده لما هتودي زيزو على اليمين هتحطه هناك في ناحية اليمين يلعب تحت رأس الحربة تحت مصطفى حتى على الأل لما كرة تطلع عند محمد حمدي أو تطلع عند عمر طبعا ده خلاص يسألك سؤال مين هيبقى الشمال مع الشمال عمر مرموش لأنه قدم مردود فني عالي جدا طبعا تريزيجي لما نزل المبرارة اللي فيها تتقدم مردود فني عظيم جدا هل ينفع الملعب تحط فيه تريزيجي ومرموش مع بعض آه ينفع أنا ليس عدت ينفع ليه هو معملهاش هو ولا مرموش ينفع ليه ينفع لما ممكن أحط الاتنين امام عشور وتريزيجي تمانيتين آه ومرموش في ناحية اليمين وزيزو في ناحية العكس ومصطفى محمد فيبقى عندي شراسة كبيرة جدا جدا وسرعات كبيرة خد بالك تريزيجي بينقلك من الحالة الدفعية الحالة الجمهية بأسطع ما يمكن عمر نفس الطريقة زيزو نفس الطريقة فبالتالي هيبقى عندك عناصر فنية عالية تتميز بالسرع وتتميز بالمهار فبتمنى أتمنى أتمنى يلعب بحمدي ويتمنى يلعب بإمام وتريزيجي وعمر مرموش وزيزو ومصطفى محمد بتمنى إنما طبعا هو له أفقاره هو له قناعاته وتحترم بس بتمنى اللي يختاره يبقى عارف إن المباراة اللي جايه المباراة من السهل النهاردة نشرت فراجت عليهم فجلوا ثلاثة صفقه يا جد فرقة محترمة بس على الأقل هتقابلك وهي أهدب كتير من قبل كده ليه ضمن التأهل وتأهل أول كمان وتأهل أول فبالتالي ممكن تلعب بكامل هيئتها أو ممكن تريح بعض من الأساسيين وتلعب فأنت لك فرصة وليك أفضلية إن أنت بتقابل فريق هو الدوافع بتاعته حققها الدور التاني هو خلاص بس هو مثلا حابب إنه هو يتصدر وبعدين أنت بيلعب منتخب مصر فلازم هيقابلك بقوة كبيرة فلازم تعمل حسابك إن أنت حتقابل منتخب قوي وفي نفس الوقت أنت مطالب بالتفوق عليه فمهم جدا جدا المباراة دي تبقى الناس عارفة إنها مباراة كؤوس ولازم يخشوا فيها ويدخلوا بنفس الجدية اللي نهينا بيها مباراة غانة واحد من نجوم مباراة غانة الشوت التاني احنا لما نيني كلم عن نجوم احنا بيكلم على شوت تاني اه بالضبط كده احنا لعيمنا شوت واحد الحلوات في كاس الأمم ده الشوت اللي وانا قلت حتى بعدها قلت الشوت ده وات اللي عاكرنا ان شاء الله بإذن ده نوصل للنهاية دي بدايتنا في البطولة بس إمام عشور كمان رجع إمام عشور يعني إمام عشور ما ادناش في النسخة في الجزء اللي لعبه في مباراة موزنبيك ولا من بداية مباراة غانة بس إمام عشور هو النسخة اللي تبدو نموذج لمركز رقم 8 في الجزء اللي حالي بطولة عليها دي في الدفاع والهجوم إمام قدم مرضوط فن مع المنتخب عالي جدا من الحتة الدفاعية والحتة الهجومية خد بالك مجهود كبير بيبذل بيبذل من اللعيب اللي بيلعب في الأماكن دي أيوة لأنه مطلوب منه أنه يدافع بشراسة ويستخلص وفي نفس الوقت مطلوب منه أنه يكمل ويعمل الزيادة الهجومية فأنت تخيل لما بياخد الملعب كام طول في المباراة بيعملها في التسعين دقيقة في المت دقيقة لا بيبذلوا بكمية مجهود كبيرة جدا فأمام للأمان عمل مباراة كبيرة جدا 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 وكانت روح القتالية عالية فبتمنى أن إمام وترزيجيه يبقوا موجودين من البداية مع حمدي التلاتة دول في وسط الملعب هيدوك حيوية كبيرة جدا ونشاط كبير جدا سواء في الحتة الدفاعية أو في الحتة الهجومية مصطفى محمد لازال الحمد لله بيقدي على أعلى مستوى عمر ملمش كان في قمة لا أنا عايزة تتكلمني شو عن مصطفى محمد مصطفى عشان مصطفى متحول يعني اللي هو تطور مرعب في المصطفى جدا ممكن تتكلمنا مع حضرتك هنا المرة اللي فاتت قلت لك هو نضج في المكان ده كويس جدا بقى بياخد الأماكن السليمة اللي من خلالها يبقى لوق الشرصة على المرمى الروح القتالية عنده عالية قوي الانهاء على الجون بقى أفضل كتير من قبل كده فبالتالي لا مصطفى في أفضل حالاته فبنتمنى استثمار الفترة دي ونقدر نستغله كتير جدا مع زميله في ان احنا دايما نحطه دايما قدام المرمى بحيس ان هو تتاح له فرص يقدر يستغلها من الفرص اللي بتجيله يقدر يسجل منها أهلا تفسر بيه انه فتوح ما خدش أي فرصة حتى هذه اللي حضر محمد حمدي أين بوجباته كويس جدا يمكن محمد حمدي يمكن هي الجبهة اللي بتشتغل كروسات كتير قوي محمد عمل لنا في الحالة الهجومية عالية إنما طبعا فتوح إمكانته عالية كبيرة جدا جدا إنما يبقى محمد للأمانة بيقدي أداء كويس يعني لما تيجي تشوف كم الكروسات اللي اتعمل من ناحية محمد حمدي هتلاقي عدد كبير جدا جدا إنما يبقى بحب أول مدرب لما يجي قائم لعب يعني عادة المشاهدين أو المشاجع العادي يعني مش بيدرب يعني يقول لك والله ده عمل كروس مش حلو فهو بقى لعب وحش لكن انت كمدرب بتبص بقى على وجباته الدفاعية والهجومية وتمركزاته ورحيمينه ورحشيماله يعني انت لما تيجي تشوف يا كابتن كريم هتلاقي دايما العمق مقفول محمد حمدي دايما بياخد ضهر المدافعين وتلاقي إنه عملك حل نموذجي فبالتالي بتلاقي كرة لما بتروع عليه بقوم حطه كرة تحت رجله وبيعملها قدام المهاجم أنا بعمل الكروس للمهاجم مش شرط إن أنا بعمله له إنما هو المهاجم بقى مطالب إنه هو مع زميله اللي موجودين يتحركوا داخل التمنتاشر هم اللي بتحركوا بقى للكور وياخد أماكن كويسة تخدم العرضية تخدم العرضية أنت بقى أنا عملت العرضية أنت بقى استغل العرضية اللي أنا عملتها واستصمرها كويسة وبالتالي لا محمد مقدم مرضوط فني عالي إنما لا يقلل من قيم الفاتوح فاتوح لعيب كبير جدا طبعاً ولما هيلعب حيدينا برضو إضافة بس مش عايزين عشان نقول فاتوح إن محمد حمدي لا لا محمد حمدي من اللعيبة اللي قيمة بالأدوار بتاعتها كويسة طيب في وجود زيزو بقى بحسب الطريقة اللي الحراكة بتقول عليها والتشكيل اللي بتقول عليها في مبارات كبير دي في وجود زيزو تحط البكر هيت عمر كمان عبدالواحد ولا محمد هاني محمد هاني محمد هاني آه آه ليه بقى محمد هاني عنده الحتة الهجومية كويسة أولا عمر سريع وبينفع كويس وللأمانة عمل واجباته الدفاعية على أكمل وقت إنما يبقى الدور الهجومي من ناحية اليمين ما استغلناش عليه كويس يعني ما فيش كرصات كتيرة طلعت من ناحية اليمين عن طريق عمر أو إنه محمد بيكمل لغاية آخر الخط وبيشتغل على العرضيات وكمان بيشتغل على الاختراقات فالحتة الهجومية عند محمد كويسة في حين إنه عمر أصلا يعني هو مهاجم هو مهاجم صح خدت بالحضرتك صح إنما هو دايما اللي ممكن نكون المدير الفني مديره التكلفات الدفاعية أجهد إنما يبقى إن احنا بنشتغل بجابها والجابها التانية ما بتشتغلش بنفس القدر فلازم يكون عندي الباكين يشتغلوا بنفس القدر علشان خطر الجابيتين عندي يبقوا مفتوحين لأن دايما العمق بتاع الملعب بيبقى في زحمة تبتتكلم في سرد باكين مع دفندرين مع رقم عشرة مع فرود فبتلاقي ستة في الشريحة بتاعة القلب الملعب مع ستة من الفريمة فتلاقي 12 لعب موجودين داخل عمق الملعب فلازم بتهاجم وتوصل عن طريق أطراف بتاعة الملعب عشان توصل عن طريق أطراف لازم يكون الباكين بيشتغلوا القوار عرضها كويس ممتاز أنا واصق ومتأكد أنه جمهور كرة القدم المصرية كلها تحترم وتحب الكابتن عبد الحميد بسيوني ما لقاش علاقة بقى لزملكية والأهلية والأسماعيلية ولا أي حاجة لو تقول حاجة لجمهور كرة القدم في مصر اللي انت مفروض واحد منهم انت بتشاهد منتخم مصري دلوقتي كلنا كلنا جمهور منتخم مصر تقول لهم إيه الأيام اللي جاية ديت اللعيبة محتاجة إيه أنا أنا بقول لهم إحنا إحنا عشان خطري وإحنا كلنا في مركب واحدة وكلنا بنتمنى اللي انتوا بتتمنون إن إحنا نرجع بالبطولة وحابين منتخبنا فحابين إن إحنا نسيب النقد شوية ونشجح نبقى مشجعين حقيين داعمين لمنتخبنا الوطن نوصل الكلام الإيجابي إن إحنا في ظهركم ومعاكم وبندعمكم وثقاتنا فيكم كبيرة إن انتوا إن شاء الله بإذن الله حتتأهلوا للأدوار مش الدور اللي بعد كده الأدوار النهائية وإن شاء الله ترجعوننا بالبطول خلي دايماً الدعم دلوقتي ورسالة دعم هي الأساس سيبنا من عم حميد كان وحش النهار فلان كان النهار دا كان فلان مفروض يلعب فلان كلنا تحولنا إن إحنا كل واحد بحط التشكيل على هواه خلي التشكيل للمدير الفات وخلينا دايماً ندعم اللي هيلعب أياً كان الإسم بتاعه أياً كان ندير لأن إحنا في الأول وفي الآخر جماهير عاشقين لبلدنا فبنتمنى الدعم في الفترة دي وأي كلمة سلبية بيلاها عليك عشان خطري اركنها على جنب خليها خليها بعد دلوقتي وخلي دايماً الكلام الطيب اللي يوصل للعبة لأنهم بتابعوا أيها بتابعوا وبيشوفوا وبيسمعوا فاتمنى كل المسؤولين حتى عن البرامج الرياضية نبطل كلام في مين يلعب ومين ما يلعبش فلان حلو وفلان وحش فلان قدم مرضوط فني عالي وفلان قدم مرضوط فني قليل خلي ده الفترة دي لغاية ما نخلص من المباراة دي ونتقاهل للدور التاني إن شاء الله وإن شاء الله بعد البطولة حيبان فوزنا بالبطولة الدعم اللي انت دعمته ده حيبقى دعمه طول الوقت بعد كده لو انت عندك كلمة وبعد كده بعد البطولة وفي حاجة تاني بخرجها بعد البطولة عليك انا أعرف بالمناسبة بكل التوفيق لمنتخبنا إن شا الله عامة كابتال عبد الحميد من الحاجات اللي بتتأهله في النصر كده يعني على هيا مش يعني يقولك دلوقتي بستلاقي واحد دخلي ليه عامة كابتال عبد الحميد بس يوني بيتجامل منتخم مصر اهو يجامله ليه؟ أنا مشجع لا وده منتخم مصر مشجع مصر انا أفهم لا انا فهم مليدخل jotka دون مساء ده كابتال عبد الحميد بس يجامل الزمالك يجامل الأهلي يجامل الإسماعيلي بس هو طبيعي منتخب مصري نتكلم عنه كده يا جماعة يقول لك أنت بتجامل ليه منتخب وهقول لحضرتك وده دوري كمدرب وده دوري كرياضي ودوري كمصري يا جماعة أنا هشجع منتخب بلدي وحقفه ظهره وهدعمه وهو في أسوأ ظروف وهو في أسوأ ظروف وكابتن كريم محتاج مني الكلمة الطيبة مش محتاج مني أن أنا دوس عليه وانقضه وإحنا عارفين الأخطاء وعارفين كل حاجة وعارفين مين قد ومين ما قداش بس لكل حدث حديث الحديث دلوقتي أن كلنا لازم ندعمه منتخب رائع كالعادة كابتن عبد الحميد وبشكرك شكرا جزيلا دايما نضيف عزيز كريم بشكرك حبيبي يا كابتن كريم وكل التوفيق والتمييز لحده يا رب يخليك ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتم معنا شوفكم يا رب على الأرض خير شكرا جزيلا